موسيقى يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من كلام في الميديا عندنا أخبار كتير النهاردة متنوعة سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي وبالتحديد كمان كل ما يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي كل ده حيكون على مدار حلقة اليوم خليني أقول لحضراتكم نضيف حلقتنا كمان النهاردة حيكون الأستاذ محمد القوسي الناقض الرياضي الكبير وحنتكلم باستفادة في بعض الملفات الهمة عايز أفكر حضراتكم أيضا بهاشتاج اسأل كلام في الميديا أي سؤال حابب تبعته لنا أو رسالة كمان محددة تقولها لنا سنعرضها خلال البرنامج ونرد عليها بشكل واضح كما هو المعتاد على مدار الفترة اللي فاتت والفترة الحالية القادمة بإذن الله بخصوص هذا البرنامج وهذه الفقرة الجديدة كمان عندي موضوعين مهمين جدا جدا عايز أتكلم فيهم وحضراتكم بس في البداية أروح لأهم العنوين يلا بينا لايف تستقل بإدارة قناة الأهلي وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوم عبد الحفيز يواصل اتصالاته مع اللاعبين لوضع تصور تخفيض الرواتي مدرب جلاتة سراي يرفض بدره من أجل تريزي جيلس تسع عندي أطرف ودى استكمال الدورة الجليزية بعد 30 يونيو طيب عندي موضوعين مهمين جدا حابب أتكلم فيهم مع حضراتكم والتنين أكيد بيخصوا النادي الأهلي واحد بيخص النادي الأهلي واحد بيخص الكرة المصرية بشكل عام فخلينا نبتدي باللي يخص النادي الأهلي الأول يعني هل في حاملة تشويه على النادي الأهلي؟ في حاملة معمولة؟ أو في حاملة بصراحة هل إحنا بنقول كده وخاص؟ لا هي واضحة لكل الناس كلها واخد بال يعني كله كده إحنا الفترة دي طبعا كلنا عندنا قاعدين في البيت بسبب الحظر والظروف الحالية بسبب أزمة كورونا فنتفرج على البرامج الرياضية المختلفة بما أننا مثلا مهتمين بالشق الرياضي وآخر التطورات حتى لو متأثرين طبعا بأزمة فيروس كورونا لكن دايما بنحب انتبعنا نشوف إيه آخر الأخبار لكن الملاحظ في الحقيقة ما معرفش هو عن عمد ولا مش عن عمد في الحقيقة يعني مش عايز أظلم حد أو مش عايز أن أنا أجزم بالناس بتتعمد تشويه سورة النادي الأهلي لكن لو أنت بتتفرج كده تلاقي مثلا إيه دف قاعد موجود يروح إيه لك إيه؟ لا أصل الأهلي عنده سياسة لازم يغيرها شوي وهي سياسة التعامل مع اللاعبين الكبار أصل الأهلي عنده مش عارف مشكلة إيه وبعدين تجيب دف قاعد يسترجع الزكريات وكان حصل مش عارف إيه أيام سنة كام وإيه الأهلي فاز بطريقة عاملة إزاي ومش عارف مين تظلم وكلام منت ده بيحصل بيحصل وبشكل متكرر تقريبا يعني إيه مش هكون ببالغ لو قلت كل يوم طيب أنا بالتحديد عايز أتكلم على الملف تعامل الأهلي مع اللاعبين الكبار مش مكان بقى الموجودين دلوقتي مش هتكلم ولا على شريف إكرامي ولا فتحي ولا عشور ولا وليد سلمان ده خلاص ملف قتل بحثة يعني الناس كلها كلمت فيه أنا نفسي حامل لو كلمت فيه تاني خلاص أنا مش هتكلم عن الجزئي دي لكن أنا هتكلم على محاولة البعض لترسيخ أمور غير صحيحة إطلاقا في أزهان المتابعين والمشاهدين آه فيه كام كبير جدا من اللي عندهم وعي وعارفين كويس قوي قوي زي الأهلي بيتعامل مع اللاعبين سواء الصغار أو الكبار ده معروف والتاريخ أولا بيقول كده يعني لكن في نفس الوقت أنا هتكلم في حتة إن دايما لما تيجي تقول حاجة لازم ترجع للتاريخ لازم تشوف الأمثلة كاية إزاي يعني ممكن البعض يقول لك يا أصل التعامل معه مش عارف مثلا يعني مع عماد متعب ما كانتش كويس التعامل مع عماد متعب كانت وجهة نظر فنية وده الأساس اللي داما بيماشي عليه نادي الأهلي لما مسا عماد متعب كان نفسه يكمل كلنا كان نفسه عماد متعب مسا نكمل كور في نادي الأهلي طبعا لكن كان ساعتها كبت حسين بدر الرجل شايف أن عماد مش قادر أو شايف أن احنا مش محتاجين عماد متعب فقرر بالتالي إقدارة نادي الأهلي ساعتها سواء بقى اللي كانت دلوقتي أو اللي قبل كده أو أي إقدارة في تاريخ نادي الأهلي يبتأخذ بقرارة وتأجير المدير الفاني أنت عايز كذا خلاص أنا حننفذه لك ما فيش مشكلة وده ده أو دي جزئية مهمة جدا من سوابة النادي الأهلي واللي ماشي عليها على مدر التاريخ لكن في نفس الوقت بقى ما تيجي تجيب أمثلة تانية الناس بتنسيها ما عرفش ليه طيب أبو تريكي اعتزل فين؟ في الأهلي تمام؟ بركات اعتزل فين؟ في الأهلي واقل جمع اعتزل فين؟ خليبك دول أساطير دول جمدين جدا دول اعتزلوا فين؟ هل الأهلي عملهم وحش؟ هل الأهلي سياسته ساعتها أو السياسة المعروفة بالنسبة له اتغيرت؟ كانت معاملة سيئة؟ لا طبعا بالعكس ده الأهلي كان نفسه بركات مساني كم كان نفسه بركات مساني كم كان نفسه واقل جمعي كم قابليهم بقى هات اللي قابليهم مساني الكابت محوض الخطيب نفسه اعتزل فين؟ جوه النادي الأهلي هات عدد كبير جدا من الفترات المختلفة هتلاقي أن فيه لعيبة كتير قوي اعتزلوا جوه النادي الأهلي مفيش مشاكل حتى وهم حاجة و30 سنة يعني كابتن هو الجمعة لما أتذكر اعتزل كم سنة؟ 36-37 سنة لما أتذكر كان فيه مشكلة مع كابتن هو الجمعة؟ اطلاق وهو أسطورة من ضمن أساطير الكرة في مصر وأساطير النادي الأهلي ما كانش فيه أي مشكلة مع أي لاعب من اللاعبين اللي اعتزلوا جوه النادي الأهلي رغم الأعمار السنية المتقدمة ليهم لكن كانت الأزمة أو مش أزمة كانت الجزئية في إيه؟ الجزئية كانت في إن أنا مرتبط برؤية مدير فني فالمدير الفني بيقول لي أنا محتاج ده حتى لو عنده 40 سنة أنا محتاجه موجود أنا مش واخد اتجاه لمجرد أن أنا عندي لعيب جاب 33-34-35 سنة خمسة وقتين يبقى لازم يمشي لا خالص الأهلي منفكرش بكده ما بيفكرش بطريقة دي أبدا الأهلي بيفكر في إيه؟ بيفكر وبيشتغل إزاي؟ لما ييجي المدير الفني أقول له حضرتك يا فندم عايز مين؟ عايز مين يبقى موجود ومين مبقاش موجود؟ أه عايز فلان وفلان وفلان موجودين حتى لو أمره إيه؟ موجود مش عايز كذا وكذا وكذا خلاص دي رؤيتك ودي وجهة نظرك وإحنا بنحترمها لأن إحنا في الآخر بنتعامل مع المدير الفني من خلال تقييمه على مدار فترة زمانية كبير اللي هو النادي الأهلي طبعا يعني بيتعامل مع المدير الفني أنت تقييمه في طوعة فترة كده تتبعه وتشوف بس لازم أنت بتتبعه وتنفذله رؤيته وكراراته عشان لما تيجي تقايمه وتيجي تتحاسم معاه وتشوف نتائجه إيه؟ ما يبقاش أنت أثرت في حاجة فهو ده المادة يا معا هي دي الطريقة لكن أنا مستغرب بصراحة الناس تطلع تقولك لازم الأهل يغير من سياسته لازم الأهل يغير من طريقته في التعامل مع اللاعبين الكبار هو الأهل بيعمل ليه لعبين الكبار يا جماعة فكروا معايا كده واسترجعوا التاريخ هتلاقي أن الطريقة ممتازة في التعامل مع الكل لازم ما بتعمل لعاب صغير زي ما بتعمل لعاب كبير بل كمان لما يكون لعاب كبير وليه تاريخ مع النادي الأهلي فبيبقى ليه تأدير كبير جدا جدا وده الطبيعي وده اللي احنا دايما بنشوفه مع النادي الاهل لكن البعض دايما بيربط ما بين رحيل بعض اللاعبين اشبك كان بقى لبطول فترة حالية خالص خلاص دول قلنا ايه مش هنتكلم في الكصة دي اه بتكلم على قبل كده مثلا اخر كم سنة اه لما الاهل كان بيكرر خلاص مش هنجدد مثلا لفلان كان بيبقى عشان الناس عايزة كده المدير الفاني عايز كده مش المسئولين المسئولين عندهم جانب عاطفي بيبقى كبير تجاه اللاعب الكبار زيهم زي الجماهير ده امر مفروف منه ومعروف لده الجميع لكن في نفس الوقت لما يبقى مدير فاني ايه اللي انا عايز كده هل لازم حنفزوه فما فيش الكلام اللي حراركوا بتسمعوه خالص في الاعلام ده ولازم يبقى فيه توضيح في الحاجات دي اه ولازم يعني الزملاء الاعلامين المحترمين يعني احنا اكيد من نقدرهم ومن نحترمهم جدا جدا اه ممكن ما يكونش هما ليهم زنب بشكل كبير لك انا مش عارف الديوف بيمت فيقين مع بعض انهم يجرحوا مثلا في النادي الاهلي او يشوهوا سورة النادي الاهلي او يهزوا اا ااprov طريقه وسياسة النادي الاهلي عند بعض الجماهير مش عارف بصراحه هل بيبقى فيه تواجهمن بعض الاعالمين بعض الاعلمين عشان بيكون محدد واضح ان فيه تواجه يعني فإحنا درنا ان احنا نوضح دائما لحضراتكوا سياسة النادي الاهلي وطريقته ودايما دايما لما يجي حد يجي الكلام في حاجة كده نستعيد الزكريات ونستعيد الأمثلة الشهيرة المعروفة اللي اعتزلت جواه النادي الأهلي بشكل لائق ومحترم ومحترف جدا وده اللي بيحصل دايما ممكن بقى سمعت واحد مثلا بيقولك أصل الأهلي يتعامل مع عبدالله سعيد عبدالله سعيد كان خايف أن يبقى مصيره سيء مع النادي الأهلي لما يجبر شوية في سنه وكلام من ده لا اللاعب نفسه هو بخلاف عبدالله بقى وخلاف أي لعيب تاني اللاعب نفسه هو اللي بيجبر المدير الفني أيا كان سنه إيه يجبر المدير الفني أنه هو يبقى موجود جوا الفريق فده ما تلومش إدارة الأهلي ما تلومش مدير الفني لا لوم نفسك أنت كلاعب أنا خلاص واصل لمرحلة مش قادر ألعب أو مش قادر أثبت نفسي المدير الفني خلاص ما لومش حد هو مدير الفني عايز كده فبالتالي الإدارة بتنفذ له طلباته فدايما الطريقة بتبقى ممتازة من قبل النادي الأهلي في التعامل مع أي لعب جوة القلعة الحمراء وده احنا متعودين عليه والبعض دايما الجماعة بيحاول يهز الصورة دي فإحنا بنفكر بأمثلة كتير أبرزهم سلاسي طبعا نواق الجمعة وبتريكة وبركاته في غيرهم يعني شباباش ناسي حد عماد النحاس في غيرهم كتير وفي حقب زمنية أخرى مش عايز أن أنسى حد لكن في عدد كبير جدا من اللاعبين اعتزلوا جوة النادي الأهلي بشكل احترافي كبير وبشكل محترم والمسيرة بتنتهي بالشكل اللائق دايما طيب ده كان الموضوع الموضوع الثاني واللي مهم جدا جدا أن احنا نتكلم فيه مع حضراتك وبالمناسبة هو ما يخصش النادي الأهلي بس هو يخص عدد من الأندية الكبيرة في مصر أهلي وزمالك تحديدا كمان ولم مش هكون ببالغ لو قلت بيرامينز أكيد الإسماعيلي عدد كبير جدا من الأندية الكبيرة وهو فيما يتعلق بإيه يتعلق بتقليص فكرة تقليص عدد الأجانب في مصر والقرار اللي بصدد اتحاد الكرة الإعلان عنه بعد أو مع بداية الموسم الجديد أو قبل بداية الموسم الجديد طبعا يعني كلايحة تبقى موجودة في اللوايح الخاصة به بالمسابقات في القرى المصرية أو في الدور المصري طيب تعالوا نتكلم كده بالراحة وبالعقل وبالمنطقية زي ما احنا متعودين أنا دلوقتي في الدور المصري عندنا كام لعيب أجنبي عندك أربعة بيبقوا محترفين من أي دولة أنت عايزها وواحد من شمال أفريقيا بتعتبروا لعب محلي تمام؟ وده كان قرار خدوا اتحاد الكور وطبق ومشينا عليه فبالتالي الأندية كلها مشت على الطريق ده بالمناسبة عشان برضو إيه مش عايز أفكر بشكل سطحي زي البعض واللي ممكن الناس تطلع تقول لك آه كلنا بنقول مثلا يعني واحد ممكن يقول لك كلنا بنقول آه لازم قرار دول يطبق لأ ما نفكرش بشكل سطحي فيه أراء ممكن تبقى في الاتجاه ده وأراء في اتجاه آخر ده طبيعي جدا لازم يبقى فيه اختلاف في وجهات النظر لكن دايما المصلحة العامة هي اللي بتحكم تشوف مصلحة كل الأندية وتشتغل عليه طيب إحنا اشتغلنا أو كل الأندية في مصر اشتغلت على أن هما بيجيبوا خمس أجاني بقى سيبك بقى موضوع إيه أنه هو لعيب شمال أفرق وهو في الآخر أجنبي خمس أجاني فأنت دفعت مبالغ مادية كبير عشان تستقدم هؤلاء اللاعبين وجبتهم وشغلوا وعملت معهم أقود إيه أنت بتاعي معهم عقد سنة في حد يتعايد مع العيب أجنبي سنة لأ أقل عقد بيبقى ثلاث سنين إن لم يكن أكتر من ثلاث سنين مع أي لعيب أجنبي يعني الأهلي مثلا تقريبا يعني متعايد مع أليو ديانجي مثلا خمس سنين على ما أتذكر في لعب أخر ممكن يكون ثلاث سنين بس فما فيش ارتباط بلاعب أجنبي بيبقى سنة ولا حتى لعب محلي فأنا دلوقتي خلاص استنت أمور رتبت نفسي إن أنا متعايد مع الناس دي فغير المنطقي إطلاقا إن أنا أجي بقى إيه عشان اتحاد القرى عايزي غير الليحة فأقول لهم يا جماعة شكرا سوا عليكم طبعا أنا قلت لحد شكرا منهم وخلاص أنت مش مكمل معي هيبقى إيه إيه اللي هو وضع يا سيدة الوضع هيبقى إن أنا حديله عقده كله الوضع إن أنا حتكبد خسائر مادية كبيرة فهل ده في صالح الأندية المصرية إنسى خالص إن أنا بتكلم من خلال شاشة قناة الأهلي أنا بتكلم دلوقتي في صالح الكل ونواصق تمام الثقة تمام الثقة إن نادي الزمالك رأيه زي النادي الآن وده طبيعي طيب لما تيجي تتكلم على المنافسة بقى إحنا يا جماعة دلوقتي تلاقي واحد يقول لك أصلاحنا ما عندناش باك شمال في مصر وما عندناش مهاجم يعني هو ده مبرر إن أنا عشان ما عندناش مهاجم أو باك شمال أقل العدد اللي عمين لأجانب في الوقت اللي فيه دوريات كتيرة جدا وأنا هقول لحضراتكم الأمثلة واللوايح في الدوريات الكبيرة دي تبقى ماشية إزاي وعدد المحترفين اللي بتبقى عندهم وفي نفس الوقت بيبقى عندهم منتخبات قوية لك أنا مش من منطقي إطلاقا إن أنا روح مغير اللايحة أو أقللها من خمسة لتلاتة علشان عايز أدور على مهاجم علشان عايز أدور على باك ليفت علشان منتخب مصر طبعا مصلحة المنتخب أهم من كل شيء علشان يبقى منتفقين ما فيهاش نقاش لكن في نفس الوقت لازم أكون أنا منطقي وأكون دارس بشكل كويس جدا قبل ما أخذ أي قرار فأنت هتيجي تقلل العدد فهتضطر بعض الأندية أن هي تستغني عن بعض اللاعبين الأجانب بشكل كبير جدا بخسار مادية عظيمة جدا فهتتأثر اقتصاديا في الوقت اللي فيه بعض الأندية صغيرة في مصر مثلا وكل الأندية لها التأدير والاحترام بتشتغل على إيه والموارد الاقتصادية الخاصة بيها بتكون مبنية على إيه مبنية أن أنا ممكن أجيب لعيب أجنبي مش مشهور بمبالغ قليلة وبيعه للأندية كبيرة زي الأهلي وزي ما ينك أو بيعه بره مصر فيه أمثال على كده طبعا فيه أمثال على كده وإحنا دايما متفقين على إيه إن إحنا لازم نرجع للتاريخ ونشوف لما تيجي مثلا تيجيب فريق زي المصري ببورسعيدي في يوم الأيام كان عنده لعيب اسمه أكوتي منسا كان لعيب إيه جامد جدا جدا فاللعيب ده الأهلي والزمالك اتخنقه عشان أو مش عايزة اتنفسه عشان يتعاقده معاه واللعب كترغبته النادي الأهلي تعاقد معاه النادي الأهلي ساعتها على ما أتذكر في 2004 على ما أتذكر 2004 أو 2005 يعني تعاقد معاه بمبلغ تقريبا 8 مليون جنيه مصري كان ساعتها 8 مليون جنيه حاجة كبيرة جدا فاستفاد بيهم النادي البورسعيدي وأصبح ده مورد بالنسباله طب لاش المصري تعال لروح لودي دجلة ودي دجلة عمله إيه جابه قبل كده صلاح الدين سعيده اللعب لعب كويس جدا معادي دجلة الأهلي شاف أنه كويس تعاقد معاه فبالتالي فاز أو اكتسب جانب مادية مميزة جدا جاب لعيب زي ستلي إذا مالك تعاقد معاه فبالتالي دخل لهم فلوس كويسة فالكل دلوقتي ممكن يكون بيبني موارده على الجانب ده إن أنا أجيب لعيب أجنبي وأبيعه فلازم أبص الأندية الصغيرة دي كمان ما بقلاش الأهلي وزامك بص الأندية الصغيرة دي كمان وخصوصا في ظل كلة الموارد الاقتصادية لكل الأندية في ظل غياب عدد كبير جدا من جانبه الموضوع يا جماعة محتاج دراسة بصرحة لازم تكون دراسة وافية للقصة دي وإزاي إن إحنا نتعامل معها وإزاي إن إحنا ناخد قرارات فيها طيب لما تيجي بقى تتكلم عن مستوى الدوري ويجي يقول لك إيه إحنا عايزين الدوري مصري قوي وفي نفس الوقت يقول لك لازم نقلل العدد الأجانب طيب تعال نشوف الأمثلة ورده السنة اللي فاتت الدوري مصري كان عامل إيه كان قمة المنافسة أهلي زمالك بيرامدز إيه التلاتة بي نفسه أحد أسباب المنافسة دي إيه اللاعبين الأجانب سواء في الثلاثة الأندية البيرامدز الأهلي الزمالك الأهلي عنده عالي معلول كان وليد أزارو موجود يعني معلول طبعا وليد أزارو أجاييه لعبة أقال لعبة أقال أصارو سهموا في المنافسة الزمالك عنده مين كان عنده فرجان هساسي عنده مثلا إيه حمد النجاس ساعتها عنده بعض اللاعبين المميزين جدا اللي سهموا في المنافسة بيرامدز كان عنده كينو عنده بنافينتي عنده عدد كبير جدا جاب السنة فاتت لعبة كتير جدا تقال قوي فبالتالي كان فيه منافسة قوي فأنت اتمتعت بالدوري السنة اللي فاتت عشان الكواليتي تعالى اللعيبة اللي انت جايبهم الأجانب بالإضافة طبعا لعبة المصريين كان كواليتي عالية جدا جودة عالية جدا فبالتالي سهمت بشكل أو بآخر في إصارة بطولة الدوري والمتعة اللي بيرغب فيها المشاهدين بشكل كامل بخلاف انتمائته فده شك وجانب من الجانب المهمة جدا اللي لازم ناس تفكر فيها طيب هتيجي حضرتك دلوقتي تقول لي ايه تقول لي طب ما احنا لو خلناها تلاتة مش مشكلة طيب لو خلاص اممكن يكون احنا رأينا غلط يا جماعة مفيش مشكلة يعني كل واحد لي رأيه وليه رؤيته من خلال متابعات والأحداث مفيش اي مشكلة خالص لكن لو انت مثلا دلوقتي ما تيجي تقول لو خلنا تلاتة لعيبة بس في الدوري المصري كلعيبة أجانب طيب هل ينفع ان انا من دلوقتي على طول او من بداية الموسم اقول لازم تستغنى عن اللاعبين الأجانب ويبقى عندك تلاتة بس في القائمة لا طبعا ما ينفعش لازم اخذ الموضوع التدريجي مثلا زي ايه تعالوا برضو نرجع للتاريخ لو تفتكروا حضرتكو لما كان فيه قرار من الاتحاد المصري بعدم تواجد اي لعيب في مركز حراسة المرمى يكون اجنبي والقرار ده خرج بالتحديد في 2009 على ما تذكر وكان فيه حرس مرمى في حرس الحدود اسمه كمين لو تفتكروا في العصر الزهبي بتاع فرقة حرس الحدود يعني وكان حرس مميز جدا واساسي في فرقة حرس الحدود وكان فيه حرس في التاريسانة مش متذكر اسمه رفائل بين او هاي كده كانوا موجودين لكن لما اتخذ القرار قالك ايه الناس دي ترامها مرتبطة بيعقود يبقى القرار ده ينفذ ما يتجدد لهمش عقوده ما ينفذ بعد انتهاء عقوده يعني انت دلوقتي كان ساعتها كميني ده في حرس الحدود كان موجود لما تلاقي القرار ده كان نقص في عقده قد ايه مع حرس كان نقص سنتين فاستنيت السنتين يخلصوا وخلاص كده ما ينفعش اجدد لحرس اجنبي لكن ترام انا عندي الاجان الموجودين ما ينفعش اروح ممشيهم مرة واحدة عشان البعض اللي بيقوله خلاص اتحاد القرى بصدد ان هو ياخد قرار بتقليل عدد الاجانب في الدوري المصري لا لازم يا جماعة بعد اذن حضراتكو القرار يكون مدروس بشكل كامل ولازم اخد اراء الاندية المختلفة لان فعلا بخلاف الاهل وزمائك فيه اندية بتشتغل على الجزئية دي وبتكسب من الموضوع ده طيب اخر حاجة عايز اتكلم فيها في الجزئية دي ان انا اجيب لحراركو اللوايح الخاصة بمختلف الدوريات اللي نجحها الدورياتها بقت مميزة جدا هبتدي الاول بالدوريات اللي في الخليج مثلا احنا عندنا الدوري السعودي دوري ايه ممتاز جدا ودايما بنستشهد به عنده كم لعيب محترف ينفع كم لعيب اجنبي يكون موجود بص بقى معايا عنده سبع لعيبة اجانب اي فريق يقدر يتعايد مع العدد ده اي سبع لعيبة اجانب تقدر تتعايد معهم يعني في القائمات يعني ممكن تلاقي في ماتش سبع اجانب بالاضافة الى ايه لعب موليد السعودي يعني ممكن يكون هو اصلا اجنبي بس اتولد في السعودية فمعايا مثلا الجنسية بقى ما عارش بياخد ساعتها الجنسية ولا الموضوع بيبايا بس ممكن ايه قالب في الاخر يكون موليد السعودي يكون اتولد جوه ايه المملكة فبالتالي ده عدد كبير فهتلاقي كل الانديار السعودية تشتغل على ان هما يجيبوا محترفين وبيجيبوا محترفين جمدين جدا بصراحة ده ادى لإيه ادى لتفوق الدوري السعودي دلوقتي يعتبر افضل دوري في المنطقة العربية ممتع كورة رائعة كل حيات بصراحة عندهم كل الجنسية مميزة بقى الدور جماهيري ملاعب جودتها ممتازة كمان العنصر الاجنبي اللي بيجيبوه اللي بيدفول للدوري السعودي ادي مثل من دول الأمثلة تعال نروح للدوري الاماراتي الدوري الاماراتي عنده بيحق لكل لاعب او عفوا يحق لكل نادي انه يتعقد مع كام لاعب قالك اربع لاعبين اجاني وتلاتة اخرين يكون في خانة ايه اللاعبين المقيمين يكون عندهم اقامة في الامارات عندهم تصريح الاقامة في الامارات يعني ممكن يكون ايه انت اجنبي اه بس في نفس الوقت واخد تصريح الاقامة او البند ده يعني موجود عندك متوفر فبالتالي ممكن تلاقي برضو عدد اللاعبين في فريق واحد لعبين أجانب سبع لعبين فبالتالي برضو حتلاقي الدور الإماراتي بيتفوق ودور مميز جدا وممتع جدا وده حقيق لكل الجوانب اللي احنا تكلمنا فيها زي الدور السعودي وطول تمام فإحنا برضو لما الناس تيجي تسمع مثلا محلل في التلفزيون يقول لك أصل الدور مستوى ضعيف أصل الأهل بيتفوق لوحد وأصل مش عارف إيه الفرق بعيدة قوي عن المنافسة أو كلام منت طب منت لما حتقلل عدد الأجانب الفرق برضو حتبقى بعيدة عن المنافسة هيبقى فيه مشكلة هتفقد المتعة هتفقد أن انت تتمتع ببعض اللاعبين الأجانب آه فيه بعض الصفاقات بتفشل عشان منتفق معكم بس فيه لعبة تنجح السلفة كان فيه كينو كان فيه حلي معلول كان فيه فرجاني ساسي عدد كبير جدا من اللاعبين المميزة الأطفط المتعة في الدوري المصري والإصارة تعالى بقى نروح للدوري التونسي الدوري التونسي بيعمل إيه؟ بيخلي اللاعيبة بتوع شمال أفريقيا مصر جزائر ليبيا المغرب ما بيعتبروش لعيبة أجانب زي ما احنا عملنا كده السناتي مش لعيبة أجانب وموجودين عادي بتاع بيعتبروهم لعيبة محلية ده في الدوري التونسي بالإضافة إيه؟ بإمكان كل نادي قد خمس لعيبة من دول شمال أفريقيا كحد أقصى يعني مش لعب واحد بقى قال لك يعني ممكن تجيب خمس لعيبة من شمال أفريقيا عادي ويعتبروا لعيبة محليية بالإضافة لثلاث لعيبة أجانب يعني ممكن تلاقي مثلا يعني أعطاك التراجي عنده دلوقتي سبعة جزائريين تقريبا أو سبعة أجانب منهم عدد كبيرون اللاعبين الجزائريين يعني فحيقيد خمسة من شمال أفريقيا كلعبة محلية ويقيد ثلاثة يعني ممكن تمام؟ بتلاقي التراجي بيتفوق أفريقيا بتلاقي التراجي بياخد بطول الدوري أبطال أفريقيا سنة 2 مرة بعد ده بسبب إيه؟ بسبب الجزائية دي وإنك بتحاول تجيب لعيبة أجانب كويسة وهم بصراحة بينجحوا بيعرفوا يجيبوا لعيبة أجانب كويسة جدا تمام؟ فأنت برضو زي ما بتفكر في مصلحة المنتخب المصري وده أمر مفروغ منه لازم تفكر في مصلحة الأندية تعال سريعا أروح معكم للدور المغربي الدور المغربي برضو واخد موضوع شمال أفريقيا ده نفس القصة لعبة محليين بالإضافة إلى حق كل نادي في التعاقد مع سبع لعبين أجانب بخلاف لعب من شمال أفريقيا يكون محلي فبرضو ده التفكير في الدور المغربي هتلاقي الوداد بيتفوق هتلاقي الرجاء بيتفوق السنة دي الأهلي وزمالك موجودين في نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا ليه؟ عشان عندهم كم موافر من اللاعب الأجانب الزمالك عنده لعبين موازين جدا السنة دي عدوا بين شاركي عنده قناجب مع فريجاني ساسي فبالتالي طبيعي جدا أنه هو أيضا يتفوق فده أمر مهم الدوري الجزائري هو الدوري الوحيد اللي عنده عدد قليل لو ما تسمعش حاجة عن دوري الجزائري خالص أمش دوري قوي ومحدش بيتابع ولا حاجة عندهم اثنين لعبية بس أجانب يجبوهم بخلاف برضو لاعب من شمال أفريقيا نروح بقى للدوري الإنجليزي سريعا أو خمس دوريات كبرى في أوروبا آه طبعا ما فيش مقارنة وكلام منت لكن الدوري الإنجليزي بيعمل إيه؟ اللايحة بتنص على إن كل نادي يحقله إنه هو يتعقد مع سبعتاشر لاعب أجنبي من خارج المملكة المتحدة في كل فريق مع وجود في اتجاه بعدهم دلوقتي إنه هم يقللوا السبعتاشر يبقوا اثناشر معقول عادي أما بقولكش إنه إحنا نعمل كده في مصر طبعا هو الحد الأقصى والمميز في الحقيقة هو خمس لعبين بالكتير حتى لو أنت عايز تقلل ممكن تقلل في مجريات المباراة يعني أنت دلوقتي مثلا عندك خمس لعبة أو تعايد مع خمس لعبة أجاني بس لعب ثلاثة بس منه والمدير الفاني لو عايز يشرك واحد أجنبي تاني يكون على حساب الأجنبي أو أجنبي من الثلاثة الموجودين في أرض الملعب دي برضو فكرة من الأفكار وبتحصل في دوري من دوريات أعتقد دوري المغربي تمام ففي الدور الإنجليزي بيقول لك حنقلل العدد يبقى 12 لعب ده اتجاه يعني ومقترح وده بسبب إيه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا زيادة عدد لعبين المحلين هل الدور الإنجليزي مفيش منتخب قوي لا فيه منتخب قوي بي نفس وشوفنا بكام بي نفس على كاس العالم الدوري السعودي فيه منتخب قوي الدور الإماراتي فيه منتخب جاي فمش منطقي ان انا فكرت تفكير سطحي واروح ايه انا عايز مهاجم ما وفي عندنا مصطفى محمد بالمناسبة مهاجم كويس جد دعنادي الزمالك ما وطلع اهو المهاجم هو اللي بيفرد نفسه اللاعب عماتا بقى في أي مركز هو اللي بيفرد نفسه ممكن يبقى عندنا لعبة أفضل من اللعبة الأجانب كتير بس الفترة دي حاليا اه ممكن ما هيب قليلة شوان بيطلع لعب كل فين وفين واش ضمنك ان انت لو قللت عدد الأجانب عشان عايز مهاجم اش ضمنك ان الدور المصري كله مش هتعاد مع مهاجمين ما هو الطبيعي السقافة اللي عندنا يقولك لو جبت العيب في الدفاع يقولك طب ليه ما انت الاولى ما تجيب العيب أجنبي أمام مهاجم طب ما انت حتفضل تجيب مهاجمين كل الاندية هتجيب مهاجمين فانت حلت المشكلة لا ما حلتش المشكلة فده تفكير في وجهة نظري ممكن اكون انا غلط تفكير سطحي جدا الدور الأسباني بقى اخر حاجة هتكلم فيها الدور الأسباني والإيطالي والفرنس والألماني يقولك لاحق يحق لكل نادي في الدوريات الأوروبية الأسباني والإيطالي والفرنس والألماني بكد اي لاعب أجنبي ينتمي للقرر الأوروبية مهما كانت جنسيته دون حد أقصى يعني اي لاعب من جوه قرر أوروبا اي دراحت يكشي الجيب عشين لاعب ما فيش مشكلة خالص المهم يكون من داخل قرر أوروبا وذلك تبقى لقوانين الاتحاد الأوروبية كما يحق أيضا لأي نادي قيد أربع لعبين بحد أقصى من خارج القرر الأوروبية يعني مثلا من أمريكا الجنوبية أو من أفريقيا أن انت ايه أو من أسل أو من أي حتة تجيب أربع لعبين بس يحق لك التعاقد معهم كأجانب بقى يعتبروا مثلا ما بيعتبروش أي لعب جوه القرر كلها بقى مش منطقة معينة كلاعب أجنبي فده بيساهم في أنت طبعا عندك الدور الإنجليزي حد يقدر يتكلم على أفضل دوري في العالم الدور الإسباني متعة الدور الإيطالي كذلك الفرنسي والألماني هما الأقل شوية من التالتة لكن برضو دوريات مميزة فالمجمل يعني وأنا حاولت أجيب لحراركو أمثلة وأجيب لحراركو لوائحة المختلفة في مختلف الدوريات في العالم الأهم والخلاصة أن بعد إذن المسؤولين عن الكرة في مصر قبل ما تاخدوا قرار بشكل متسرع زي ده بعد إذنك وبعد إذنك وإدرسوا ما بقولكش بص للأهل والزمالك بس لا ما بقولكش بص للأندية الكبيرة بس لا بص للأندية أيضا صغير اللي بتستفاد من التعاقد مع اللاعبين الأجانب كسياسة تصوقية أن أنا أجيب لعيب أجنبي ببيع بفلوس كبيرة وأنا أجيبه أصلا بفلوس قليلة جدا فبستفاد بقدر أصرف على الفرق فده جانب أيضا من الجوانب المهمة جدا لازم يبقى فيه تركيز عليها من قبل اتحاد المصري لكرة ألطان طيب دول كانوا موضعين مهمين جدا حبيت أتكلم فيهم حضراتكو في بداية حلقة اليوم عندي أخبار مختلفة أعزي أبتدي بخبر مهم عن قناة النادي الأهلي وإمبارح كان فيه اجتماع كابتن محمود القطيف رئيس النادي الأهلي مع شركة الأهلي الإنتاج الأعلامي وأيضا شركة لايف بحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف واللي حصلت مؤخرا على حقوق إدارة قناة الأهلي وفقا للشروط المالية اللي تم الاتفاق عليها في العقد وإخلال الاجتماع ده كان موجود طبعا في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد شركة لايف تسلمت كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة حد يقول يعني إيه استقلالية كاملة استقلالية كاملة يعني الناس متحكمة في الشغل بتاع القناة لكن في نفس الوقت هم عندهم سياسة وسوابت متفق عليها مع مجلس إدارة النادي الأهلي يمشوا عليها ده معروف في سياسة وسوابت طريقة النادي الأهلي ده ما بتبقى معروف لكن الشكل بتاع القناة هم مسؤولين عليه عنه بشكل كامل ومستقل ده تبقى للمكتوب طبعا فيه في الخبر والأهم من كل ده إن هم يقدروا يحققوا طموحات أعضاء وجمهير النادي الأهلي وكلنا أكيد نتمنى تطوير دائم في قناة النادي الأهلي ده أمر مفروغ منه ومؤكد المنتظر طبعا إن شكل القناة ومحتواها يكون مناسب لطموحات الجمهير كذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور وبإذن الله هتشوفوا حاجة مختلفة جدا وحاجة مميزة جدا وكل السكة طبعا في شركة لايف ده أمر مؤكد أيضا كمان تم الإعلان على موعد الزهور الشكل الجديد بشكل رسمي خلاص بشكل نهائي بقى إمتى هتشوف قناة الأهلي بشكل مختلف إمتى حضرك هتتفرج على قناة الأهلي بشكل مختلف يوم 15 سبعة ده معاد إطلاق أو انطلاق الشكل الجديد لقناة النادي الأهلي خلاص تم التفاعلة كده بشكل نهائي 15 سبعة هتشوفوا حاجة مختلفة مميزة جدا بإذن الله تعالي فده خبر من ضمن الأخبار المهمة والله أكيد بتهم أعضاء وجمير النادي الأهلي في كل مكان طيب عندي أخبار أخرى متعلقة بكورونا ومتعلقة بالصفقات نبتدي بكورونا فرق الدرجة الأولى في إيطاليا ستغضع لفحص كورونا قبل الاستئناف في التدريبات المفروض الاستئناف هيكون إمتى؟ المفروض يعني يكون بعد انتهاء إجراءات العزل العام واللي موجودة حالين والمفروض إنها تنتهي يوم 3 مايو لو ما فيش إن شاء الله أي مستجدات سلبية يعني إن شاء الله الأمور تمشي بشكل كويس فاللجنة التوبية في التحدي الإيطالي قالت إيه؟ قالت إن إحنا لازم هنعمل فحص وعزل للأندية أو للفرق ونكشف عليهم ونتطمن عليهم وكلام من ده قبل استئناف المباريات واستئناف بطولة الدور الإيطالي وده اللي أعلن عنه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعالون نروح لخبر آخر تسعة عنديية ترفض استكمال الدور الإنجليزي بعد 30 يونيو في عدد كبير جدا من الأندية هم بتحديد تسعة عنديية والتقارير كلها بتقول كده هم أتكلموا مع بعض ولسه حيعندهم اجتماع يوم الجمعة اللي جاية بخصوص اللي هو بكرة يعني بخصوص اتخاذ بعض القرارات الحاسمة بخصوص الدور الإنجليزي ففي تسعة من الموجودين في الدور الإنجليزي قال لك إيه يا جماعة إحنا مفروض نحط حد أقصى ليه استقناف بطولة الدور يعني إزاي يعني يا جماعة إحنا بعد يوم 30 يونيو لو معرفناش نستقنف الدور يخلص نلغي طب ليه عشان إحنا ملتزمين ده بقى مبراراتهم أو رؤيتهم إحنا ملتزمين بعدد معين أو ملتزمين بعقود مع اللاعبين وفيه لعبين عقودوا مع تنتهي يوم 30 يونيو وكلام من ده فحنتأثر اقتصادهم بشكل كبير هو كده هتتأثر وكده هتتأثر وكده كده خلاص الموضوع للأسف يعني حيجي النتائج سلبية على الكل لكن تحاول بقدر المستطاع تتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر فده اتجاه موجود لسه هيتمه منقشته بشكل أكبر بكرة في اتماع أندية البريمير ليوك طيب تعالوا نروح لخبر آخر وخبر من الأخبار الجاية في إيطاليا تعافى كل منا ماتودي وروجاني لعبي يوفينتوس من كورونا إحنا عارفين يوفينتوس عندهم ثلاث لعابة المصابين بكورونا أول واحد كان روجاني المدافع وبعده بليز ماتودي اللعب الفرنسي والثالث كان من ديبالا اللعب الأرجنتيني الشهير تعافى خلاص ماتودي وروجاني يتبقى ديبالا إن شاء الله يتعافى قريبا جدا وده من الأخبار التي تعتبر أكيد جيدة وخلاص بالتحديد ماتودي وروجاني تحاولت تحاليلهم من تحاليل إيجابية إلى تحاليل سلبية طيب نروح لألمانيا نقابة الشرطة الألمانية قالت قالت إن هي ما ينفعش يا جماعة أن نقوم مباراة الدوري من غير جماهير وخصوصا إن إحنا دايما بنعتمد أن نتواجد الجماهير في المدرجات وقال بسبب جائحة فيروس كورونا إحنا عندنا تدابير بالتباعد الاجتماعي فبالتالي لازم نستنى لما يكون الأمور كلها طبيعية ويستقنى في الموضوع بشكل طبيعي بحضور جماهير وباستقناف بطولة الدوري ووجهة نظر أخرى الوداد المغربية بقى دي جزءة مهمة عايز أتكلم فيها مع حضراتكو برضو واللي أعلن خلاص عن نفاذ تذاكر مباراته مباراته الافتراضية ضد كورونا الناس هناك عملوا إيه؟ قال لك إحنا نحن نعمل مباراة افتراضية ونبيع تذاكرها طبعا فيش مباراة لا حاجة بشكل افتراضي أبيع تذاكرها والعائد ده كله إيه؟ يروح للمستشفيات اللي بتواجه فيروس كورونا يعني فبالتالي هم عملوا إيه؟ باعوا 60 ألف التذكرة للمباراة الافتراضية دي التذكرة الواحدة بخمسين درهم مغربي وجابت إجمالي لعائد كله تلاتة مليون درهم مبلغ كبير مبلغ كويس جدا في المال طيب هتيجي بقى تقول عندنا في مصر ما إحنا سمعنا خبر من يومين تلاتة إن الوزير دكتور أشرف صبح قال إحنا نعمل مباراة افتراضية ما بين الأهل والزمالك لصالح المستشفيات اللي بتواجه فيروس كورونا وكلام من ده أو لصندوق تحية مصر موضوع مهم جدا مهمة قوي أن الرياضيين يسهموا مهمة قوي أن أنت لما تبيع تذاكر المباراة أهلي وزمالك بشكل افتراضي وتجيب المدخيل دي كلها فحتفرق حاجة كويسة لكن إحنا عندنا دايما بندرس الموضوع ونأخذ القرار بس ما بنفس فهو نداء للوزير أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي إن محاولة السرعة في التنفيذ للموضوع بسيط المباراة افتراضية ولا محتاجين بقى جوانب أمنية ولا محتاجين نكترم ملعب ولا محتاجين نجيب حكام أجانب ولا حاجة موضوع بسيط يا جماعة فيريت يعني نحاول نسرع شوية في الجزائر طيب دي أخبار تتعلق بكورونا وآخر المتفجدات بخصوص الرياضة يعني على مستوى العالم في بقى أخبار الصفقات الأوروبية وحتقولي طيب وده وقته حد بالتكلم في أخبار صفقات هقولك رغم أزمة كورونا لكن مختلف الفرق الأوروبية بتحضن نفسها ناس بتفكر لسيناريوهات تخص فرقهم بشكل طبيعي عشان بإذن الله ما تعودوا للكورة بشكل طبيعي يبقوا جاهزين فخلينا نتدي به تركيا وخبر مهم جدا بالنسبة لنا في الحقيقة فيه المدارب بتاع جلاتة سيراي اللي هو فتح تريب المدير الفني للفريق قالك إيه اتعرض عليه بيدرو رودريغس طبعا بيدرو عارفينه طبعا نجمي ورشونه سابق ولعبة تريسي الحالي جناح ممتاز فقالوا له يا جماعة قالوا له يا فتح أنت دلوقتي تقدر تجيب بيدرو مطروح عندنا ومعروض علينا ممكن نجيبه لك قال لهم لا أنا مش عايز بيدرو أنا عايز تريزيجي أنسب واحد لخطتي في الموسم الجديد هو كان بيحاول يتعاقد معها بداية من الموسم الحالي أصلا لكن تريزيجي فضل أنه يروح إنجلترا للصفقة ما ننجحتش يعني فبالتالي قال لك أنا عايز تريزيجي هتقول لي تريزيجي حيفدني حيكون إضافة لي فبالتالي حاجة كويسة لأن الجلات الصراعية فريق كبير جدا في أوروبا فريق كبير جدا في تركيا تحديدا أنه يدخل دوري أبطال أوروبا كل سنة فده أمرا حيكون إيجابي لتريزيجي ممكن تريزيجي يفكر في حتة ما حدث مع محمد صلاح محمد صلاح ما راح تشالسي ما لعبش كتير مع مورينيو فراح إيه قال لك لعنا أغير حتى يروح فريق ضعيف شوية روح فورنتينا روح فورنتينا قصر الدنيا الرومان قصر الدنيا رجع على ليفر بول في انجلترا بقى من أحسن لعبة في العالم فممكن تريزيجي يفكر في الاتجاه ده ممكن تريزيجي يصبر شوية سنة كمان مثلا في أسطن فيلا يشوف الزروف إيه خصوصا تريزيجي ما بلعبش بشكل أساسي مع أسطن فيلا دلوقتي فالمهم عرض قائم يعني من جلاتة سراي بتمسك المدرب وده أهم شيء إن المدرب عايز تريزيجي فأكيد حيلعب أساسي فهتشوف بقى تريزيجي بشكل مختلف وأفضل بكتير طيب من ضمن برضو الأخبار وكيل ساني نجم منشستر سيتي واللعب الألماني ويؤكد رغبة اللعب في الانتقال لبير ميونيخ وإن الرغبة دي مازالت قائمة دامير سموليان وكيل لعب ليرويساني قال إن ساني عايز يروح بير ميونيخ وكان من المفترض إن اللعب يكون متواجد في بير ميونيخ بداية من هذا الموسم والمفاوضات كانت في مراحل متقدمة جدا ما بين منشستر سيتي وبير ميونيخ لكن إلا حصل جيف بطولة الدرع الخيرية أو كاس الدرع الخيرية ما بين ليفر بول ومنشستر سيتي مع بداية الموسم ساني جاله إيه روبات صليبي فالصفقة توقفت لكن من رغبة لسه موجودة وقائمة عند اللعب إن هو يروح بير عشان شايف إن ده حيكون مفتاح للعودة للمنتخب الألماني وإحنا كلها طبعا صغربنا لما لقينا ثاني ما بلعبش مع المنتخب الألماني في كاس العالم بعد قرار لوف المدير الفني للمنتخب الألماني طيب كلوب بيتمسك بالتعاقد مع مهاجم لايبزيج واللي هو تيمو فيرنر طبعا مهاجم مميز جدا جدا لايبزيج الألماني ففي رقبة كبيرة جدا من عند كلوب وليفر بولف تعاقد مع هذا المهاجم وشايفينه حيكون إضافة كبيرة وفيه مفاوضات أكيد قائمة ما بين الفريقين تشيلسي كمان بيخطط لضم حارس آيكس مين هو حارس آيكس الكاميروني أندري أننا طبعا أحد الحراس المميزين جدا دلوقتي في أوروبا حارس المنتخب الكاميروني واللي ساهم في وصول آيكس لنصف نهاية التشامينز ليجي السنة اللي فاتت لامبرد مقتنع بي جدا اللي هو مدير الفني تشيلسي ومش مقتنع بشكل كامل بيكيبا الحارس اللي موجود دلوقتي لفريق تشيلسي فبالتالي هم فيه مفاوضات منتقدمة مع أونانا وقد يكون المبلغ حوالي 25 مليون يورو ومبلغ انتقال اللاعب لتشيلسي من آيكس طيب تعالوا نروح لأيضا فريق توتنم وبالتحديد هاريكين مهاجم الفريق أحد أبرز المهاجمين في العالم والهدفين طبعا هو خلاص هو على تاب الانتقال لي منشستر ينايتد طيب إزاي بسهولة كده توتنم حيستغنوا على اللاعب بهذه القيمة وهذه الجودة قال لك عشان إحنا محتاجين إن إحنا معضل جوانب الاقتصادية كده محتاجينها عشان عندنا فلوس لازم ندفع الملعب الجديد بتاعنا وكمان عشان الأزمة الاقتصادية الموجودة دلوقتي فلو جمع مبلغ كويس ممكن يروح ماتش طبعا نيني مهتمين جدا بيهاريكين لو مجاش كمان عرض من راية مجيدة وبارشلونة عروض أكيد هتبقى مهمة بارشلونة كمان احنا عارفين الرغبتهم هي التعاقب مع لوطارو مارتينيز المهاجم الارجنتيني فريق انتر ميلان وهو مهاجم ممتاز في الحقيقة فبالتالي الناس عايزين يتعاقدوا معاه لكن الصفقة مش هتكون سهلة في التفاوض مع انتر ميلان فبالتالي البديل حيكون مين؟ تبقى لتقارير يعني اللي بتتقال هو اللعب السويدي ألكساندر إزاك ده مهاجم ريال السوسيداد ولعب مميز جدا فبالتالي هو في دائرة اهتمامات برشلونة في حالة عدم النجاح فيه التعاقد مع لوطارو مارتينيز لسه مع لوطارو مارتينيز وانتر ميلان حيطلب لو عايز برشلونة يتعاقد مع مارتينيز حيطلب ايه؟ حيطلب ان هو يتعاقد مع جريزمان مهاجم برشلونة الفرنسي والقضل من قتلت كمادريد مع بداية المسيب فقال لك احنا ندخل الصفقة دي في الصفقة دي من غير ما احنا ندفع فلوس ولا انتوا تدفع فلوس فبالتالي العقق حيكون ايه؟ هو مرتب جريزمان الكبير ده بالنسبة لانتر ميلان لكن لوطارو مارتينيز كبير وجايب 16 هدف لحد دلوقتي فيه الدوري الايطالي اخر خبر بخصوص التعاقدات وهو خاص بيوفينتوس واللي بيسعى لضم انجولو كانتي نجم خط وسط تشلسي واللعب الفرنسي الشهير والمميز في الحياة عايزين يتعاقدوا مع هذا اللاعب وتشلسي كان حدد 70 مليون جنيه اعتقد الاسعار دي هتختلف بعد فيروس كورونا والازمة الحالية لكن في كل الاحوال ممكن ريال مدريد كمان وبرشونا نخشه في الصفقة ونشوف السنة الجاية انجولو كانتي حيروح فيه طيب دي كان بعض الاخبار واهم الاخبار المختلفة في العالم كله بخصوص فيروس كورونا او بخصوص بعض الانتقالات التي قد تحدث طيب خلينا نروح سريعا لاهم اخبار الاهلي في الصحف النهار يلا جميعا كل الاخبار الاهلي يبحث تخفيض عقود العبيب بسبب ازمة كورونا عبدالحفيز نواصل التجهيز واستمرار صالح واظره في يد دبي الاخبار المتائي التصور جاهز عبدالحفيز الاهلي ليس اغنى من الريال ولا برسة والتخفيض بالتراجع المصر اليوم الاهلي يستطلع رأي اللاعبين من البدء في تخفيض العقود عبدالحفيز يبلغ اللاعبين بالاكتراح ويحذر قرار تخفيض الاجب الجمهورية استنساخ معلول ومرهنات طاهر وعودة المعارض روزر يوسف دوبلير الجوكر بكار أور المحمدي التقارير طبية تحذر من صفقة مكسوشة في الان الوزن وديت ريال مزيد في علم الغيب بعد أزمة كورونا لأهلي وحذر الجباية من تقليص عدد الأجنب ويؤجل حسم مصير صالح مدء مفاوضات تفتيض رواتب اللاعبين وراتب ميز فتاة طيب خلينا نبتدي بجريدة الأخبار واللي قالت النهاردة عن النادي الأهلي قالت إن الأهلي يبحث تخفيض عقود لعبيه بسبب أزمة كورونا وده أمر الكلم فيك كابتن سيد عبد الحفيز في تصرحات معلنة للجميع وقال إن إحنا يعني بندرس الموضوع أو خلاص يعني نعمل تصور نهائي للقصة دي وحيبقى فيه قرارات قريب يعني من خلال طبعا تواصل الاتفاق بشكل مردي من نسبة للعبين والنادي طبعا ده أمر مهم وأكيد عيبقى فيه مساهمات يعني دايما مش عايزة كان في الكصة دي غير لما يخرج أخبار رسمية من النادي زي الخبر ده من قبل كابتن سيد عبد الحفيز وتصرحاته كمان الكابتن سيد عبد الحفيز قال إيه قال إن إحنا بنوصل التجهيز للفترة اللي جاية واستكمال الموسم بإذن الله تعالى وقال استمرار صالح وأزاره في يد دفايلر والراجل اتسأل على الجزئية دي قديدا موقف صالح جمعة إيه وموقف وليد أزاره إيه قال لك صالح جمعة كان فيه قرار من المدير الفني في شهر يناير نومش بحتاجه لكن دلوقتي إحنا مش عارفين إلا هيحصل مع نهاية الموسم وقرار يرجع لفايلر هو ايه المتحكم في القصة دي بالنسبة لأزاره كمان نفس القصة يعني أزاره الراجل حيدرس يشوف يتابعه في الفترة اللي فاتت تابعه أكيد وفترة اللي جاية كمان لما يستقنم في النشاط ويشوف مستوى وفي الآخر إيه يكرر وده طبيعي كلا نروح لمصر اليوم والمصر اليوم بتتكلم على الأهل هي استطلع رأي اللاعبين للبدء في تخفيض العقود ويهي تكلمنا خاصة الجزئة دي عبدالحفيز يبلغ اللاعبين بالاقتراح ده حصل ويحذر قرار تخفيض العجاني بخاطئ وإحنا تكلمنا باستفادة في القصة دي مع بداية الحلقة تعالوا نروح للجمهورية واستنساخ معلول ومرهنات طاهر وعودة المعارين الأستاذ طريق عوض في الحقيقة كاتب يعني يعني يعتبر زي تقرير كده أو تحليل مميز جدا وهو بيكلم في إيه بيكلم في إن أهلي حيحاول إن هو يبحث عن لعبين في شمال أفريقيا لو رحل رمضان صبحي عشان يكونوا بنفس جودة عالي معلول يبقى عندنا لعيبة بنفس الجودة دي فده أمر يبقى مميز ومهم وإحنا عندنا في الحقيقة لعيبة مميزين جدا محترفين يعني لكن في كل أحوال رؤية تحليلية يعني اللي الأستاذ طريق عوض في الجمهورية مرهنات طاهر الكلام تحديد على إن طاهر ممكن يعوض أيضا رمضان صلح طاهر مع عمد طاهر اللعب المقابل العرب لكن لسه فيش أي مفاوضات وفي أي قرارات يعني مقابل للنادي الأهلي وعودة المعارين كمان ده أمر مطروح بقوة طبقا لمستوياتهم ودراسة مستر فيلر لهذه المستويات هو جهاز المعاون طيب أنا هروح لفاصل سريع بعد فاصل نرجع المواصل يلا بنا أهلا بحضراتكم من جديد بين داميلي في هذه اللحظات الأستاذ محمد القوسي الناقض الرياضي الكبير يا أستاذ قوسي أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ أمير تحياتي لك وتحت الكل مشاهدين للأهلي في كل مكان أخبرك إيه؟ الحمد لله تمام كيف جوانت المعارضة؟ يا رب خليمين سريعا نقرأ مع حضراتكم مع أستاذ محمد القوسي آخر أخبار النادي الأهلي في المواقع ونرجع نعلق عليها مع دفنا العزيز يلا بيك اليوم السابع الأهلي يجهز سيناريو تصويق لعبية الأجانب بسبب قرار الجبلاني سوبر كور فايلر يبلغ الأهلي برفض وتعاقد مع حمد النجاسي وان تري فايلر يحذر لعب الأهلي من زيادة الوزن وبرنامج خاص بالحجر في اليوم السابع كينو الدور المصري أقوى من البرازيلي وأفضل الانضمام للأهلي وان تري الأهلي يجدد المفاوضات مع خليفة رمضان سبحي الفجر الرياضي فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي طيب سريعا كده علق مع حضراتكم على بعض الأخبار وأخد فيها رأيي الأستاذ محمد القصي دفنا العزيز بالتعديد من سوبر كرة مثلا قالك إيه قالك إن فايلر يبلغ الأهلي برفض وتعاقد مع حمد النجاسي الموضوع يا جماعة لسه مش متروح أساسا وفايلر لا وفق ولا رفض يعني الناس قاوة بتحاول تكتهد شوية لكن فايلر ما قالش لأي حد خالص هو عايز مين ومش عايز مين برضا عشان قصة تبقى واضحة لحضراتكم وان تري موضوع الوزن ده أنا حتكلم فيه مع أستاذ محمد القوسي إن فايلر بيحذر طبعا اللعاب النادي الأهلي وفيه برنامج جزائي محدد وده أمر معروف يعني من البداية من داية الأزمة قصة كمان كينو الدوري المصري أقوى من برازيلي وهو بيفضل الانضمام للأهلي واسمعنا كلنا تصريحات كينو أو أريناها وعرفناها كمان وان سري هنا بيتكلمه عن إن خليفة رمضان صبحي في حالة رحيله حيكون طاهر محمد طاهر برضو اجتهاد منهم والفايلر الرياضي بيقولك إن فايلر رفاجل الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي أصدوم على مين أصدوم على محمد عبد المنعم لعب النادي الأهلي المعارض فأستاذ أوسي عايز أبتدي مثلا معاك بتصريح كينو مهاجم أو لعب جناح مميز جدا كان مع بيرامينز الثاني الفاتت وموجود أعارة مع الجزيرة الإماراتي وإن هو بيفضل اللعب النادي الأهلي أو الانتقال النادي الأهلي رأيك كيف تصريحه؟ طبعا يعني كينو من اللعبين الميزين اللي أثبته جدارة كبيرة جدا في الموسم اللي شفناه هنا في الدورة المصري كان لعب فارق لعب له بصمة لعب عنده قدرات فنية عالية جدا بدنية عالية جدا لعب برازيلي عنده الطبع البرازيلي اللي موجود الحقيقة لعب من اللعبات قيلة جدا اللي جات لعبة في الدولة الماضية متعنا بي سلفية المصر كان ليه دور كبير جدا مع فارق بيرامز والنتاج اللحاء بشكل كبير جدا يعني بدليل هو طبعا يعني أكثر من نادة كان عايز ياخده ومراحب في النهاية القرب الحال إلى فترة إعارة في الجزيرة الإمارات طبعا يعني أي نادة في مصري يتمني يعني مؤكد إن أي نادة في مصري هكون كنو إضافة لي يعني بدرجة كبيرة جدا يعني أنا شخصية أتمنى لو لعب في نادة الأهل ما فيش مشكلة خالص يعني لو هجي النادي أهل هيكون إضافة كبيرة جدا موجودة فمن اللعب المموزين كونه إن يقول إن أنا أفضل إن أنا نلعب للنادي أهلي في مصر فهو ده دعني له أنه يعرف قيمة إنه قدر ياهلي وأعتقد إنه أي حد بيعيش في مصر أو بيلعب في مصر بيعرف القيمة كبيرة جدا للنادي الأهل قيمة في نفس الوقت بتلاقي مثلاً لعب زي حمد النجاز لعب مميز جداً الرجل أعلن عن رغبته إنه هو لو جاء له عرضة من نادي الأهلي هيكون موافق جداً أمني إيش دعوه الأهلي هيكرر أو مش هيكرر دي حاجة ما تخص النواش هنا تخص المسؤولين ومتخص طبعاً مستر فايلر تحديداً يعني لكن أنا عايز أربط ده بإيه يا سيد أوسي بتصراحات البحض دايماً يقول لك لازم الأهلي غير سياسته في التعامل مع اللاعبين وبالتحديد اللاعبين الكبار طب يا جماعة ما هون ناسة هي عايزة تيجي تلعب في النادي الأهلي لعبها كبيرة زي حمد النجاز وكينو لعبها تقلة جداً وإضافة فنية كبيرة فما يعني منطلق الناس تلك المتصحاتي الموضوع ده غير إذني جداً بصراحة يعني 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 غير سياسته يعني بالعكس للأهلي يملك سياسة واضحة ومحددة في هذا الأمر سياسة يعني تقنع الجميع والسياسة المفتبة موجودة في كل الأندية النادي الأهلي ده نادي ده مؤسسة كبيرة جداً وبيشتغل حتى جوه النادي بنظام المؤسسة بحيث أن كل القطاع عليه صلاحياته اللي موجودة فأنا لما بقى جايب مدير فني أنا مش أجيب المدير الفني ده وأفرض عليه القوصي وأمير وسين وساد وأفرض عليه العيبة بالتالي أنا مش أعرف حزبه في النهاية أنت عم عايز مين أنا عايز واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما حصل في الأربعة اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي هو أهلاً عايز وليد سليمان وأحمد فتحي والتانيين شيف كرامي خد قراره وأمره من سنية كبيرة أحمد فتحي 35 ودخل 36 ووليد كذلك ده المدير الفني اللي بيقول ده بالزبط فإدارة النادي الأهلي بتعمل ده فإدارة النادي الأهلي صدقت على ده وبدأت تتفاوض مع ده والأهلي طول عمره على مدار تاريخه ما بقولك على مدار تاريخه ده بيبقى موجود في النادي الأهلي من أيام الأربعة الكبار الشهيرة كابتن طي رب جيد وكان كابتن أنور سلام وكابتن أنور سلام أخذ القرار وإدارة النادي أعتمدته وما تلا زلك حتى المرحلة الأخيرة فما حدش يقعد يزيد على النادي الأهلي فلا قدرت الأهلي بتمشي ولا قدرت الأهلي بتجيب قدرت الأهلي جايبة مدير فني بتحترم وبتقدره وتسق في قدراته إنه هو يعني هو اللي هيعمل فرع لنادي أهلي وبيبني فرع لنادي أهلي وإنه اللي حقق طموحات وجمهير النادي أهلي كيف نطلب هذا المدرب بتحقيق طموحات وأمال الجمهير وتحقيق الأمال اللي عايزة النادي الأهلي وافرض عليه لعيبة هو مش يعرف يستغلها إيه الهدف من تصدير الصورة بشكل خاطئ على النادي الأهلي يا صدروسي في ناس يعني في ناس دايما هدفهم إن يشوها حاجة موجودة كويسة موجودة في البلد يعني ده 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 ناجي عند بعد النادي عايزيني ينتهي انتباع إن الأهلي هو بيتعمل بشكل صحيح جدا طبعا عندك أمثلة كتير وانا قلت في دهات الحلقة أبو تركة والجمعة وبركات والناس كلها عتزبوا دي طبعا يعني هذا الانتباع يعني معروف من اللي بيصدره معروف الهدف من تصديره لكن النادي الأهلي يظل قائما كمؤسسة عريقة في هذا الاتجاه مؤسسة تحترم الجهزة الفنية تحترم رؤية المدير الفني لو المدير الفني متمسك بأي لعب بيظل اللعب لو المدير الفني حتى طلب لعب من بره الأهلي بيجرم مفاوضات معهم بأقصى يحاول يجيبهم في لعب موجود فيلل عايزه فالأهلي بيبدأ يجدد معهم مفاشل مفاوضات خلاص ما فيش مشكلة في الحياة دي لكن الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية على الإطلاق في المدير الفني وده نهج موجود في النادي أهلي منذ سنوات طويلة وعقودة فما فيش حد يزايد على النادي الأهلي في هذا الاتجاه لأن النادي أهلي مؤسسة قائمة وتعمل وفق ضوابط واضحة ومحددة هو واضح أن فيه اتجاه يعني بس في نفس الوقت كل ثقة في جمال النادي الأهلي أنهما عندهم قدر كامل من الوعي بخصوص سياسة النادي الأهلي وثوابة النادي الأهلي اللي ماشي عليها دائما يعني يمكن الاتجاه ده موجود وبقوة في الأيام اللي موجودين فيها موجود صح ويزاد أكتر في الأيام اللي موجودين فيها دي الأيام الحالية دي اللي هي الأيام اللي أنا بسميها أيام الإفلاس الرياضي إن ما فيش عندك داتا بتشتغل عليها خصوصا في المجال الإعلامي في السوشيال ميديا فحتى بنشوف عدد كبير جدا من الحوارات اللي بتجرأ مع معظم الخيادات والشخصات المصرية في كل القنوات والمداخلات دايما بتمبش في الماضي وبيتجيب لنا مواقف وذكريات وحكايات ماشي جميل جدا يعني بالكلام ده كله لكن يريد محدش يخش يحاول يشوّح حاجات قيمة وبتشغل بشكل جيد وبشكل مميز ندل أهل متصدر الدوري بفرق كبير جدا هو قبق أوسينا وقدن الحسم البطولة نصف نهاية دور الأبطال ماشي بشكل قوي بشكل مميز عنده أهداف وطمعات كبيرة جدا شغال عليها عايز يعملها أعتقد أن المفروض يعني بدل ما هدف في مؤسسة كده أدعم في هذه المؤسسة تلاقي واحد بيتكلم لك عن مين الأكثر الشعبية في أفريقيا ولا دلوقتي الأهلي ولا الزمالك ولا مش عارف بي مين النادي اللي مش عارف إيه حاجات كثيرة جدا بتظهر وأفكار كثيرة جدا بتظهر واحد بيستحضر لك مواقف غريبة جدا بتيجي من عشرات السنين وكأنها لسه أخبار جديدة بنتكلم فيها نسبة موضوع الأكثر الجماهرية وشعبية في أفريقيا هو مسؤول في الاتحاد الأفريقي كان قال كده قال إن إحنا عندنا دراسات وإحساويات بتقول إن الأهلي هو أكثر شعبية في أفريقيا فلن تصريح بقى مسؤول هل النادي الأهلي يتدخل في هذا لا لا طبعا هل النادي الأهلي قاله قول كده مثلا حيقول كده ليه يعني ثم النادي الأهلي من الأهلي الأكثر شعبية في مصر أنا بقول لك الأكثر شعبية الجماهرية وانت ما تكلم على نازل زي برشلونة وريا المدريد دلوقتي من الأكثر شعبية في العالم فتسهل جدا أنك تعرف هتلاقي ليه فربول دخل بقوة مثلا على أقل عندنا هنا في مصر يعني أنا مش طويل عالم واحد من الفرق كبيرة جدا اللي بوجودة يعني في العالم فلما تيجي الأهلي تقول الواحد من زعام الطرق طب ما بالأرقى الأهلي عنده تمن بطولات الأكبر والأعلى الموجودة على بطول القرارة الأفريقية تم المطالات دور أبطال بس غير المطالات التانية أبطال الكؤس والسوبر والحاجات دي كلها والإنجاز فالأهلي فريق كبير ليه ووزنه فلما حاجة زي كده ما حدش يجي يشكك ما حدش يحط مقارنات ما حدش يكلم في حاجات يعني يا رب الناس تهدى بس شوية فده أمر غاية في الأهمية في الحقيقة عايز أتكلم معاك في بعض ورده الأخبار وبتحديد أخبار موقع وانسري يعني فيه خبرين لفت ونظرية متحديدا مثلا يحذر لعاب الأهلي من زيادة الوزن وبرنامج خاص بالحجر ووضح أن الأهلي ماشي بسياسة أو مش سياسة ببرنامج تدريبي وغذائي محدد مع اللعبين في الفترة الصعبة اللي احنا فيها عشان تحسبها لعودة النشاط فاللعب يبقى جاهز بالنسبة ما يعني طبعا يعني أنت بتمر الفترة صعبة جدا فترة كانت تقترب من شهرين يعني طريبا داخلنا على شهر ونص دلوقتي بالنسبة لأن اللعبة يعني قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة فالطبيعي جدا أن الوزن بيزيد كل الشعب المصري هتلاقي الأوزن هتختلف بعد الأمور دي لأن الحركة قلت بشكل كبير جدا اللي كان بيعمل نشاط راضي عمعتش يقول له الاندية مغلقة أماكن الجيم مغلقة حاجات كتير جدا فهي فترة صعبة على كل كلها يا ما بالك أن بالنسبة للعب اللي هو في الأساس يعني راس ماله ليقتل بدنية بالضبط راس ماله وزنه فبالتالي فيه كلام كتير جدا وتحذيرات واتصالات من هذا الأمور وطبعا يعني اللعب اللي هو يعني اللي فاهم مصلحته أو الكيس أو العاقل اللي يكون ضابط نفسه في أكله بيقدر يعمل تدريبات إذا كان متاح له يعمل في بيته في جننته في شائته في شارع قريب منه في فترة معينة فأكيد النادي الأهلي نادي ده عنده لعبين بماليين وعنده لعبين مهمين ودخل على بطرات مهمة جدا يعني أنا مش عايز النادي الأهلي أو فيلر مش عايز أن أول ما يقولك يلا بدأ التدريب تبقى أنت جاي وزيد دولتك 10 كيلو أو 15 كيلو فأنا حاول لنزلك 10 كيلو لا طبعا أنت حاول تجيلي بوزن تقريبا قريب من المثال لو كان عندك كيلو أو 2 سهل جدا أنها تنزل فبيعمل نوع من التدريبات وكل الأنديات ده وقت في الدور المصري خلاص بدأت على قناعة كاملة أنها تبدأ تشتغل يعني فيه ناس بيشغل عبر الفيديو كون فرنس بيعملوا شاشة بتبقى قدام المدير الفن وبيتبقى اللعبة كلهم بيقدي تدريباته في معظم الألعاب ده وقت بدأت تشتغل اللي هو التدريب عن بعد يعني معظم الألعاب في الرياضة المطرية ده وقت فطبعا ده شيء مهم جدا وأمر في غاية الأهمية بجانب أنك بتثبت الجانب الأكل بتاعك وأكيد لعبة زي أن الأهلي بيروح لقى برنامج غزائي وشغالين عليه طوال الفترة دي ده أمر مهم والأهلي ابتدى الموضوع من بدر جدا من ساعة الأزمة دي يعني عشان يتدارك الموقف كمان خبر آخر من وان سري وأنا عايز أخذ وجهة نظرك في الخبر ده أستاذ أوسي ورأيك يعني ما فقاش مشكلة خالص الأهلي يجد الانفوضات مع خليفة رمضان صبحي في حالة رحيل رمضان صبحي إن وجهة نظرك أنت شايف أن الأهلي محتاج لعب بديل ولا الأهلي عنده بدائل في المركز ده كوجهة نظر هناك تبين في مكنة الحبر إن طهر محمد طهر المؤكد أن الأهلي عنده بدائل بدليل إن رمضان مصاب قاله فترة أولى جدا والأهلي بيلعب وحقق إنجازاته وحقق انتصاراته ووصل لنصف نهاية دور الأبطال بعيد عن وجود في غياب رمضان صبحي فالأهلي عنده بدائل في كل الأحوال لكن الأهلي دائما يعني بيعنده رغبة أنه بيعنده وفرة من اللعبين يبيعنده لعبة مهرة يبيعنده يعني اكتفاء كبير جدا في كل مركز بحيث إن ما ما حصلش عندك مشكلة يعني بيعنده بدل اللعب اثنين وثلاث لإنه لا قدر الله الإصابات كثيرة جدا فلو أصيب الثاني أو الأصيب الأولاني بقت عندك مشكلة كبيرة جدا خلاص ما بقتش عندك الفرصة فدائما الأهلي بيكون عنده كده فإذا كان هناك لعب والحقيقة أنا مش شايف إن فيه لعب موجود في الدور المصري بقدرات رمضان صبح يعني بعض الوقت بيتكلم على خليفة رمضان صبحي وعلى نفس المستوى ما فيش لعب حاليا في الدور المصري على قدر وقدرات وإمكانية رمضان صبح يعني إن احنا نجيب واحد قريب منه ونالي أهلي يتعاقد محدد قريب منه فده شيء مهم جدا وشيء كويس يعني خلاص لما يكون لعب صغير السن لعب مؤاهل عنده قدرات لعب عنده إمكانيات لكن أنا شاف فيه لعبة كتير جدا أنا كابت الأمير بيتم الحديث عنه في وسائل العالم في الدور المصري بشكل كبير جدا وبشكل لا يتناسب قدراتها والبعض إن الأندية دي بتحاول ترفع السعر وتعلي سعر اللعبة دي في ظروف إحنا صعبة جدا مفروض إن الأسعار تتراجع بشكل كبير جدا يعني زي وقتلك إن معظم أسعار اللعبة في العالم بتتراجع يعني القمة السقال اللعبة في العالم كلها بتتراجع تقريبا ففيه كلام كتير جدا اتكلم والسماسرة بيشتغلوا وكلاء اللعبين بيشتغلوا وقعد اللعب اللي ممكن الأهلي يفكر فيه يروح طرحه على الزمالك وزيك يفكر فيه حتى لو ما اتطرحتش بشكل واقعي بيتم طرح ده على السوشيال ميديا وفوسائل الأعلام لأن ده كله بيعمل حراك لأي لعب وبيعلف سعر وبيحاسسك إن فيه خناء على هذا اللعب يعني مع إن الواقع مش موجود أساسا يعني نتمنى إن الحاجات تبطل والأمور تيها ده شوية خصوصا إن إحنا في ظروف حاليا صعبة جدا صعبة جدا كل طموحنا وقاملنا إن إحنا نرجع المسابقة تاني ونرجع النشاط تاني ونرجع نشوف كرة قدم تاني ليس في مواصل فقط بالعلى على مستوى العالم ده اللي حيجريني إن أنا أتكلم معاك في حتة إيه في حتة أسعار اللعبين هل الأسعار حتى تأثر بأزمة فيروس كورونا على أسعار نزلت شوية خصوصا نحن نشوف بعض الأحيان أرقام مبالغ فيها طبيعة جدا الأسعار تنزل بل الرواتب تنزل يعني الرواتب اللعبة نفسها المفروض طبيعة يتنزل في كل العالم بسبب الأزمة بسبب الأزمة طبيعة جدا وعادي جدا والمفروض اللعبين يبدأوا يتحركوا في هذه الاتجاه يمكننا دي أهلي بدأ في الأيام الأخيرة ياخد محاولة تقفيض العقود مع اللعبين بنسب معينة أعتقد أن الأندية المطرية بمجرد الأهلي ما ينجز هذه الخطوة ويعلن رسميا عن إتمامها أعتقد أن كل الأندية المطرية بدأ يخفض بشكل وضع شفنا كابتن طلعت يوسف شفنا في المقاولين شفنا في المقص شفنا في ودي ديجلة شفنا في النادي الأهلي كل ده الناس بدأت تخفض بشكل كبير جدا لكن لم نسمع عن اللعيبة فمهم جدا أن اللعيبة اللي بتاخد ملايين يتم تقفضها ليه؟ لأن العوايد بتاعت الأندية تأثرت كتير جدا بتكلم عن العوايد البس عوايد الرعاية المباريات كل الحاجات دي حاجات كترة جدا الإعلانات كل ده تأثر بشكل كبير جدا فمداخيل المالية الأندية بقت قليلة بقت متوضعة وبالتالي وجب على اللعبين أن يقدروا ده النادي اللي وقف معاك ويشايلك وبيدفع لك راتبك أعتقد أن فرصة أنك ترد للنادي هذا القدر من الواجب أو الجميل اللي مطوق فأعتقد أن دي خطأ مهمة جدا القيمة السوقية بتاعت اللعبة نفسها ليس في مطر فقط المفروض تنزل ده على مستوى العالم يعني كان فيه تأرير النهاردة على القيمة السوقية اللي معظم لقابة العالم بدأت تنخف يعني كنا بتكلم على محمد صلاح 150 مليون يورو الآن يمكن النهاردة آخر حاجة 120 مليون وخبارك تريزيجي مش عارف كان دخل على 10 12 7 8 النيني 6 7 بقى 4 كله يعني بتكلم لك في لعبة مصريين وهكذا هتلاقي ميسي ورونالدو وكل لعبة في العالم بتكلمهم في هزة الاتجاه وبيترجع أسعارهم في هزة الاتجاه وطبيعي جدا أنا نتقبل هذا لأنه هناك أزمة مالية كبيرة جدا بيتحدثوا عنها في الدور الإنجليزي في الدور الإيطالي في الدور الأسباني في الدور الألماني في كل الدوريات اللي موجودة على المشتراع العالم في الدورات الكبيرة جدا يعني فنتمنى أن اللاعبين المصريين يعوا هذا جيدا أو غير المصريين الموجودين في الدور المصري تقديرا للظروف الصعبة اللي بتمر من الأندية حتى تستطيع هذه الأندية أن تستمر فتح أبوابها. وتحافظ على العمال والموظفين اللي موجودين فيها. لأن دولا اللي بيقلقوا ناسا يدفعها التبع. مش اللعيبة. يعني اللعيبة يعني طبعا نتمنى لهم كل الخير وكل التطبيق. لكن الآن عندهم قدرات مالية تخليهم يتحملوا دي ممكن لسنة كمان. ما عندهمش مشكلة. لكن الموظف اللي موجود في نادي أو في مكان اللي بيقوله 2000 ولا 3 ولا 4 ولا 5 كل ده أعتقد أن دي قدرات مالية يعني محتاجة أن النادي عنده قيم مالية يقدر يوفي بارتبطاته دي الناس وما يصرحش عماله وما يصرحش موظفين لازم الناس تقف جنب الأندية وفي مقدمتهم اللاعبين بإذن الله. وأعتقد أن ده متاع قيم. في ظل تخفيض أسعار اللاعبين. هل القوة الشرائية هتبقى هي هي زي الفترة اللي فاتت قبل فيروس كورونا ولا هتقل برضو تباعا بشكل طبيعي؟ لا طبعا طبيعا. ولو هي 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 القوة الشرائية هتلاقي المنافسة بقت أبدا. إطلاقا. لا أعتقد أن القوة الشرائية اللي كانت قبل هذا الوباء هي نفس القوة الشرائية اللي موجودة بعد ديها. ليس في مصر في حال بل على المستوى العالي. يعني اللاعب اللي كنت بتدفع فيه تلاتين مليون مش نحي لا تدفع فيه تلاتين مليون. هتفكر في عشرين في خمستاشر فرنجات دي يعني. فكله حيبدأ يراجع كله حيبدأ يتنازل. كله حيتأثر. وكله لابد أن يشارك. وكله لابد ندفع التمن في هذا الموضوع. مش لأن ديها بس اللي هتتحمل يعني. عاصل النهادة هجيب لك منين من نهادة في النهاية ليه قدرات مالية محدودة ليه سقف معين يعني. فهو تأثر. ده الاقتصاد العالمي كله تأثر في العالم. في موظم دول العالم يعني. بالضبط. فلما اتكلمني عن كرة القدم أكيد هتتأثر وأكيد لابد من التخفيضات في كل مشاهد. سواء القيمة السوقية تخفيضات. سواء رواتب اللعبين تخفيضات. سواء راتب المدربين تخفيضات. وده مهم جدا. طيب عايزة روح معك لملف آخر. وهو ملف مستمر معنا على مدار الفترة الحالية كلها. لأنه هو موضوع شائق شوية بعض بآآ 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 مختلفة يعني. موضوع آآ فكرة إلغاء بطولة الدوري. هل انت مع الاتجاه ده ولا شايف إن لابد من استكمال البطولة أين كانت الظروف بعد إن شاء الله انتهاء هذه الغمة ويستنف النشاط بشكل طبيعي رأيك في القصة دي. بص يعني احنا غيرت دولة دولة في العالم لغت خدت قرار في كده بشط ببطولة الدور. بإلغاء بطولة الدور يعني. البطولات القرية على مستوى دوري الأبطال أوروبا دوري أبطال أسيا دوري أبطال أفريقيا كله تأجيل وليس إلغاء. حلو. بطولات عالمية تأجيل وليس إلغاء. الالعاب الإلومبيا تم تأجيلها سنة ولم تلغى. يعني على ثاني بتاع. فاللي بيفكر في إلغاء الدوري المطري ده يعني عايز يخلي الخراب خربين. يخلي الدمار دمرين. يخلي الكارثة مجموعة من الكوارث. لأن إلغاء الدوري في كارثة أكبر موجودة عليك. إحنا دلوقتي انت كان بتعاني أولا بتعاني إن غياب الدوري ده أثر عليك مادية. غياب الدوري ده أثر عليك فنية. طبع انت لو رأيت الدوري دلوقتي من شهر أربعة والمفترض هتبدأ في شهر سبتمبر هتكمل خمس شهور على السبع شهور على الشهرين اللي انت عايدهم دولة بدون لعب كرة. كمان الفرق اللي عندنا اللي بيلعبه في الدوري الأبطال والكون فيدرالية الأهل والزمال الكوبرامد هيروحوا فين وهيستعدوا فين وهيلعبه مع مين. وخبالك اللعبة بتاعتك هتعمل فيها إيه في الفترة دي كلها. فكرة إلغاء الدوري فكرة مرفوضة تماما وفكرة غير مقبولة على الإطلاق لكل واحد سوي أو كل واحد يريد مصلحة الكرة أو كل واحد يريد مصلحة الرياضة في هذا البلد أنا شايف أن فيه شخصانة في الموضوع بشكل كبير جدا وأن من يطالب بإلغاء الدوري هو من ليس له طموح في الفوز بالدوري. رقم واحد. من يطالب بإلغاء الدوري هو من هو من يواجه شبه الهجوط من المسابة. يعني حيقبط من المسابة ويبتعد عنها. فهو عايز يلغيها ويلغي كل حاجة علشان الأمور بالنسبة تبقى كويسة وتتعادوا ونلعب يلا كتعال من تاني يعني. مع أن لو الدوري تعادل شي مرة حيبطوا برضو يعني ما فيش خلاف. فطبع عن الكلام دعيب مش عشان مصلحة شخصية. او نادي يكون شايف أن المنافسة صعبة السنة دي عبدالس الدوري مثلا. او نادي يكون منافسة صعبة على الدوري يعني. ولو بصيت للمن يطلقون هذه التصرحات هتجدهم هم دول الفئتين. اما من ليس له قدرات هيقدر ينافس على البطولة أو اللي هيهبط لدور الدرجة التالية. من الكوائر ازاي ما انت عبرت يا شخص اوسي على الكرة المصرية الانديية كلها لو حالة في حالة إلغاء الدوري. يعني هم مش مدركين. لا طبعا هو مش مدرك وكل اهمه ان يدير الدورة على النادي اهلي. وكان النادي اهلي كل هدف ان ياخد الدور. لأن الاهلي بيطالب بان الدور يستكمل ليس للنفوس بالدوري. بص بص الاهلي. يعني الدرع ده يعني في نهاي بقى رقم من الارقام اللي وخدها الاهلي مع الفرق الشاسعة بين النادي اهلي اللي تكلم في واحد واربعين درع واخدهم الاهلي مقابل تسعة تاشر لكل الانديية المصرية. والفرق بينه يعني التاني اللي هو نادي الزمالك اتناشر بطولة والاهلي واحد واربعين يعني. فمش هولك مش تفرق لا يعني ماشي. نتمنى ان المسابقة تكمل وان النادي الاهلي الفرق بالموضوع. انا قصدي ان الاهلي مش هيحزن عن. لا 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 خالص يعني. لكن هحزن ان بطولة تتلغي. ان ان النشاط يتواف. ان ده تدمير مستوى اللقائبة وخراب للمسابقة. وان ده حيأثر على المستوى في افريقيا. يعني انا المفروض اني نادي الاهلي ونادي الزمالك نادي برامج اول ناس يكونوا مطالبين. ان النشاط يستكمل علشان يقدروا يكمله في افريقيا عندما تستعمل المسابقة. انا شاف ان الوقت مازال مبكرا ومازال متاحا. احنا يعني بص حط فكرة ان المسلمين اللي جايين المسم ده هيستكمل مع المسم التاني على طول يعني مش يبقى فيه فترة راحة. ما فيش مشكلة. والعالم كله هيعمل كده. لان احنا تفسانة استثنائية. بص من عنك. يعني جائحة بتكتاح العالم. فمعندها فمش بيت حد. فالمفروض كله يشتغل في اطار المصلحة العامة يعني. في اسوأ الاحوال يا سيدي. في اسوأ الاحوال. لو هتبدأ في اول يوليو. شوف انا بقول لك فين? اول يوليو. اول سبعة. اول سبعة. يعني تقدر تبعد تبدأ في اول سبعة. اه. انت محتاج ثلاث شهور عشان تستكمل الدوري تقريبا يعني. اقل كمان يا سيدي. ما ما بقول يعني مكسي مام ثلاث شهور. فهتلعب سبعة. وتمانية وتسعة. ماشي? وابدأ الدوري في خد سبوع عشر تيام وكمل وابدأ المسم الجديد. ما فيش مشكلة قلت. وابقى زود شهر في يعني اعتقد ليه حلول كتيرة جدا يعني ما فيش مشكلة اقلت. بس فاتل التقالات هتبقى ام تبقى? لا فاتل تقالات الفيفا. يعني يعني في مرونة كبيرة جدا في هذا الامر. يعني هتم فتح الامور وفتح العقود. اولا ما فيش عقود هتنتهي قبل المسم ما يخلص يعني. الا لو تم لقدر الله اللقاء. بس دي توصية من الفيفا مش قرار حتمي وإلزامي على الاندي واللي عديد. لا هي بقى قرار. هي بقى قرار بالنسبة لعملات القيد. لانها هي بقى في فترة قيد جديدة. اتاتنا وتبقى الأمور مختلفة. اعتقد ان ده بالمسم جهة تبقى فيه ظروف استثنائية موجودة يعني. والفيفا اعلن ده. هو اعلن ان هي توصية. مع توصية. اعتقد مؤكد ان تحول القرار يعني. فالمفروض يعني يتم الدفع في هذا الاتجاه. نبدأ عن فكرة الالغاء تماما. يعني ما فيش حاجة اسمها انه كل شوية نطلع يعني اه اه فيه اربعتاش النادي عاديين غدا. ايه اللي اربعتاش النادي عاديين يعني 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 يتلغي الدور يعني. طب حدك عاد في البيت بقى لك شهر ونص. هتكمل تانية اربعة شهور عاد في الدور يعني. اعتقد ان 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 مان يطالب بالغاء الدوري فهو يعني بيدمر الكرة في مصد. لان ما فيش نادي. واحنا ولا ايطاليا. ده ايطاليا بتحاول بكل السبل نترجع الدوري دنوات. قالك يوم ثلاثة خمسة. لو الامور يعني في تحسن. حيرجع التدريبات هترجع. هقاحب فيه اجراءات صحية واجراءات طبيعية تتعامل قبل ما اللاعبها تستقنى في تدريباتها. لكن هديبتد يا جماعة. يعني ايطاليا اللي فيها عشرات الالاف من اصابات كورونا. اللي تجاوزت حد عشرين الف حالة وفاة بسبب هذا الوباء. بتطالب ان الدوري يرجع واحتمان يرجع من غير جمهور. الدوري الانجليزي بدأ يتكلم في هذا الامر. الدوري الاسماني بيتكلم في هذا الامر. يعني ناس يعني بيقول لك ايه? يعني خسارة بسيطة. ولا كل الخسارة اللي ممكن تدمرنا يا. الزبط. فاحنا المفروض نشغل بهذا الامر ونشغل بهذا الشكل. طب لو وصلنا لشهر كاما يا استاذ اوسي خلاص بقى لازم دور يتلقم. نوجة نظرك يعني. يعني انت قلت لو وصلنا لسبعة ان كامل. ايه. ولو عدنا للشهر سبعة. لو عدت لشهر سبعة ده بقى يحلى ربنا يعني. انا ما اعتقدت ان شاء الله يتعادل. بازن الله قبل انا بقول لك انا بيفترضك لحد الابعد يعني انا كالمؤكد ان اعتقد ان الدور ممكن يستقنف على اول ستة او نصف ستة. انا عالمي. هتكون انتهت تماما بالنسبة. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نكون ربنا سبحانه وتعالى خلصنا. بفضلي ورحمتي من ازل وباء. اللي العالم كله بيعاني منه يعني. بازن الله. طيب. تعال بقى مع اياه كده في ملف تاني. وهو ملف شائك شوية او مش شائك. يعني الناس بتتكلم فيه. كل ملفاتك شائك. اه في الحياة. لما وكل والله الناس كلها بتتكلم في الملفات دي. بالشكل فيه استفادة كبيرة جدا. وفيه قرأة مختلفة. فاحنا هنقش فيه. احنا اتكلمنا عن رأينا. وممكن يبقى رأينا يتناسب مع البعض ولا يتناسب مع الاخر يعني. موضوع تقليص عدد اللاعبين الاجانب. ويه اللي بصدد اتحاد الكرة الاعلان عنه اه قبل بداية المسلم الجديد. رأيك ايه? بصراحة. تقليصهم الى كام? يعني بيقال ان هما بدل ما يبقوا خمسة يبقوا ثلاثة. حتى الان لم يصدد القرار رأسي من اتحاد الكرة. اه بس فيه جس نبض يعني. كله مجرد اطروحات. ماشي? مفيش مشكلة خالص انك بتطرح وتناقش مع الاندية بما اللي يتنافع مع مصالحها الاندية بشكل خاص ومصالح الكرة مصالحة بشكل يعني لا يكون فيه هناك توفيق ما بين الصالح الخاص والصالح العام. كويس. ماشي? يعني انبه عشي اخد قرار كده خلاص. لما طبع ما فيش حاجة ما ياخد قرار كده خلاص يعني. واعتقد ان اللي قبل كده لما خدوا قرارات في الاجانب. لما رفع عددهم كان فيه مشاورات مع الاندية واتصالات وعجب زي كده يعني. والاندية تعقدت مع لعابين تبقى لما هو متفق عليه. سواء بالنسبة لعابين الشبال الافريقي او الفلسطينيين او السوريين. اللي بيعتبروا اللاعبين مصريين. او الاخرين اللي هما بيعتبروا اجانب وبيقيدوا على ان هما اجانب. فانت اديتني فرصة بهذا الشكل عشان نتحرك واشتغل. حل. فما تجيش دلوقتي تروح عامل كت. ايوة. اه? وتقول لي خلاص ستوب كده. انا هرجع عدد اللاعبين لتلاتة او اربعة او اتنين اي رقم انت عايزه ما فيش مشكلة. وماشي اللاعب اللي عندك دي. طبعا الكم ده ما ينفعش. ما ينفعش. هزا الكلام لا يجوز على الاطلاق. اه. ليه بقى من وجهة نظرك? احنا شرحنا في لو برده. طبعا وجهة نظري ان النادي الاهلي مثلا او نادي الزمالك او اي نادي او او ال 18 نادي في الدوري. متعقدين مع اللاعب لمدة 3 سنين واربعة سنين وخمس سنين. انا لما حاجة مشي دلوقتي حدي له عقده كامل. لبقى انا عملت خسائر مادية كبيرة جدا بالنسبة للاندي. فلابد من ان لما يجي قرار زي ما عملنا قبل كده قرار حراس المرمى. واحدك تفتكره. لما كان فيه فيه عدد كبير جدا من حراس المرمى. فاتخذوا قرار بإلغاء الحراس المرمى للاجانب. هل ماشيت كل الحراس? قلت إلغاء القرار مفيش ولا حرس هيجي جديد اجنبي على ان يستكمل الحراس الموجودين عودهم. ان شاء الله يكون واحد متعقد لمدة 6 سنين. بالزبط. اعمل كده. وماشي ده. لغاية ما الانديها تخلص. وانت في النهاية انت اللي متعتمد للعقود. يعني انت مثلا اي نادي عنده مثلا ست لعيبة ولا خمس لعيبة. مش هتعتمد للعيبة جديدة غير لما يعمل تصفية للعود اللي عنده. ومعنده عدد اللي هو المناسب للقرار اللي انت اتخد. اعتقد المسألة محتاجة دراسة. محتاجة الناس تقعد مع بعض هي. محتاجة ان اتحاد الكرة جمعة الاندية ويقعد معهم وينقشوا الامر ويصلوا الى قرار يعني يخدم الكرة المصرية بشكل عام. منقشة الامر. طبعا منقشة. يخدم الكرة المصرية بشكل عام. ولا يؤثر على الاندية بكلها بشكل سلبي يعني. لكن انا من وجهة نظر برضه في النهاية ان يعني تقليص عدد اللاعبين للاجانب. مم. بالضوابط اللي انا بقول لها لك عليها دي اعتقد انه ممكن يفيدوا الكرة المصرية لان احنا بنوعان كتير جدا من غيب عدد كبير جدا من اللاعبة في مراكز كبيرة جدا يعني. مهم. يعني الموضوع محتاج لمناقشة. محتاج ان الخبراء الكرة المصرية يعودوا ويتكلموا. فضل. ويشوفوا. ويقولوا. اذا كان اللاعب لان انا حتى من خلال متابعات للمدربين. مم. وتصرحاتهم. في لعبة بتقول لك اه الملعب الاجناب المفيد للكرة المصرية. ولا بد من يزيدوا ويفتح الباب على مصرعي. وفي ناس تقول لك لا ده مدمر للكرة المصرية. ده هيدمر المنتخبات. ده مش هدمر. لازم الناس تقعد وتتكلم والخبرة واللي اللي هم مصلحة واللي من همش مصلحة. يتكلموا في هذا الامر. ونوصل في النهاية لقرارات وتوصيات. توصيات تصل الى مرحلة القرارات حتى نصل في النهاية لتجنيب الاندية وتجنيب الكرة المصرية عواقب واخيمة. ممكن تتعرض لها مشتقبلا يعني. ده امر غير في الاهمية. لكن في نفس الوقت يعني البعض بيقول لك ايه? بيقول لك احنا نقلل العدل اجانب من منطلق ان منتخب مصر ما فيش مهاجم وما فيش باكليفت. طبعا مصلحة المنتخب اهم شيء. احنا منتوفقين عن الجزئية دي. لكن في نفس الوقت هل ده الجانب اللي حيدفعني ان انا اقلل العدل للاجانب? يعني هل ده التفكير المناسب? يعني طب مسلا لو الموضوع مش تعلق بمهاجم او باكليفت. يعني لو لعيب بوسط برطو. هقل الاجانب عشان انا عايز لعيب نصر. لا هي مش فكرة لعيب وسط ولا لعيب بمهاجم ولا عيب بتاع. انا بصر بحط مبدأ عام. انه مكسرت عدد اللاعبين الاجانب في الاندية. بيقلل من فرص اللاعبين المصريين. اه. يعني انا لما ادي مثلا في الفرق خمسين في المية وخمسين في المية. اه. يبقى انا دمرت خمسين في المية من المواب المصرية. اه. دمرت. البعض بيقول لك ايه. ان المواب بتفرد نفسها. ما هتفرد نفسها امتى يا استاذ. ما ايش اخدتش فرصات على الساسة عشان تفرد نفسها. لكن انا لما يكون عندي نقص في اللاعبين الاجانب. هتطر ادفع بلعيبة. واللعبة ده هتطلع وتلعب وتاخد فرص وتبقى لعبة كويسة. ونشوف امكانتها وقوداتها ومهارت. دلوقتي في 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 ناس بتفتاجه. الا انا بروح اجيب جاهز. بروح اجيب مهاجمين جاهزين. بروح اجيب مدفعين جاهزين. بروح اجيب لعبة وسط جاهزين. عدد كبير جدا من اللاعبة. لما يبقى كل نادي في سبع او ست لعبة موجودين. بيلع منهم خمسة مثلا. ولا ستة بيلعبوا. طب المؤكد. المؤكد. ودي وكاة نظرة شخصية. قد تكون خطأ. يعني. المؤكد ان ده هيأثر على ست لعبين مصريين كانوا هيلعبوا. طب. لما تضرب ست لعبين مصريين دولة في التمنتاشر نادي. شوف الرقم اللي هيطلع لك يعني فيه عدد ضخم جدا من اللاعبين المصريين. يجي ميت لعب مصري مش ياخدوا فرصة يعني. مؤكد في الموضوع ده. ده هيؤثر على المنتخب الشابب ومنتخب الاول. وبالتالي مش هنشوف مواهب مصرية كتير جدا في الموضوع ده. ده ده بشكل عام. لكن طب ما حنعدينا دور الانجليزي. رح لك تجربة الدور الانجليزي الدنيا مفتوح على مصرعية والفرقة بتلاقي فيها سبعتاشر لعب. سبعتاشر لعب. التشكيل اللي موجود في مدرسة انهم يقللوا لتناشر لعيب. ما بقول لك. ليه هم فكروا يقلوا لهم اتناشر لعيب. لانه تشافوا ان ده بيشكل خطر على الكرة الانجليزية. على المنتخبات الانجليزية. بس في نفس الوقت يا استاذ قوسي بقى الجزء المهمة. ان انت دلوقتي البعض بيتكلم في مدى نجاح الدوري المصري وما ده قوته? فانت عايز ايه بالزبط يعني انت عايز ده ده ولا ده? ولا تجمع بين الاتنين? الدوري او الدوري بقى كويس والمنتخب يبقى كويس. تجمع بالاتنين. لازم يبقى فيه سياسة بحية? لا لا يعني تجمع ومدافعين وحراس مرمى. زي موضوع حراس المرمى. لما لغيته. بقى عندك حراس مرمى كتير جدا. موجودين. يعني كل نادي فيه على الاقل 3-4 حراس مرمى. يعني بقى على المنتخب. قدامه 5-6 على الاقل يصلحه. بيحتار دلوقتي في ضم مين اه. ليه? لان خلاصها بدأت تعتمد على المصر. ومستوىات كويسة. مستوىات مبيزة يعني. عندك لما فيه كسرة في اللعبين الأجنب في المهاجمين. احنا ما عندهش مهاجمين في الكرة المصرية. خلينا نبقى صرحة واضحة. في شغل مصطفى محمد دلوقتي. ما شاء الله عليه لانك كويس. واحد خد فرصة يعني. وممكن لو جي لعب أجنبي ما ياخدش فرصة كمان يعني. مثلا يعني. فده مهم جدا. ان لي ما يبقاش عندي 18 مهاجم مطري موجودين على الأقل في الدور المطري. في الدور الممتاز. او 20 او 25. منهم خمسة يعني. 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 خمسة على اعلى مستوى. ومنهم صف تاني. ومنهم محتاجة. فدي افكار كلها. زي ما قلت لك امير. محتاجة تتناقش. زي فكرة الغاء الدوري. زي فكرة الاجانب. كل ده محتاج يتناقش بهدوء. والناس تتكلم فيه بهدوء. هل هذا يفيد مسلحة الكوان المصرية. ولا هيدرها. هل لو زودنا ده. هيسبب ايه. هل لو قللنا ده. هيسبب ايه. يعني. ه هدف نحن من البطولة المصرية هي؟ هي. هدافنا نحن نعمل دور قوي. زي الدوري اللانجليسي. ولا تهمن. مصدر للعيبة على مستوى العالم. هم تحنا نبقى مصدرين للعيبة وليس مستوردين للعيبة. هل يجب وضع في الاعتبار مصلحة الاندية في المنافذات الافريقية. وخصوصا. نهم هي الله ينور عليك. مهم جدا. وكنت أفتح معك هذا الموضوع. ده أمر مهم جدا. تمام. إن لابد برضو مراعاة مصلحة الأندية اللي بتنافس في الدوريات الإقليمية. الدوريات القرية. إن أنا بواجه فرق عندها هذه الميزة. فلما لا تكون عندي يعني. فمحتاج برضو نعمل توازن في هذا الأمر. محتاج يبعا عندي حد أدنى يحفظ قوتي ويساعدني على إن أنا أحرص بطولات قرية. وده برضو أمر قومي ووطني مهم جدا. إن أنديتنا تبقى متصدرة. وبتفوز بدور الأبطال وبتفوز بالكونفدرالية وبتفوز بالصبر الأفريقي. فده مهم جدا بالنسبة لنا يعني. زي ما قلت لك المسألة محتاجة نوع من التوازن نوع من النقاش. نوع بما لا يخل بهنا أو بهنا يعني في الموضوع. ده أمر غاية في الأهمية ولازم يبقى فيه دراسة جيدة. لكن برضو الجزئية مثلا من بعض بيقولك إيه أصلحنا. حنقال العدل الأجانب فبالتالي حتلق علينا مهاجمين. طبعا إيش ضمنني إن الأدية مش هتتعاقد مع مهاجمين أجانب حتى لو عدد ثلاثة. يعني حتى لو عدد الأجانب عندك في مصر اللي حتحددهم ثلاثة طبعا إيش ضمنك إن انت حتقدر تحل مشكلة أو أزمة المهاجمين. أولا جدنا زيتا بتقول إن كل نهاية دير راجبت الثلاثة مهاجمين وفي الأخرى مش هتعمل حتى عملت إيه؟ يعني محتاجة دراسة يا أمير محتاجة منقشة بالتفصيل وماكوش فيها قرار متسرع ونشدد على إن القرار لا يطبق يعني بين عشية وضحاء. إن القرار حتك لو خدت القرار واتفقت عليه إن العقود المبرمة قبل هذا القرار تستكمل إلى نهايتها. يعني هفترض النهاية اللي عنده ستة لعيب عيوده ممتدة مثل لغاية 22 و23. تستكمل العقود لغاية 22 و23 وبعد كده تبدأ يعني تطبق عليه. خلي بالك كمان يا أستاذ قوسي الموضوع الشوك تسرع على أهلي وزماني كوبرميت مثلا بمنهم أندية كبيرة وعندهم كوا شرائية مميزة يعني استكتاب اللعي. كل الأندية فيها على فكرة. جابوا بسعر قليل بيعوا للزماية بسعر كبير. ده اللي بيحصل ده اللي بيستفاد منه الأندية الصغيرة فلازم برضو التفكير في الجانب ده يعني. مهم جدا أن احنا ندرس الموضوع ونشوفه إن شاء الله بما يخدم كل مصالح الأندية والكوران مصرية إن شاء الله. بإذن الله تعالى طيب أعايز أخيرا نتكلم معاك في ملف منتخب مصر الأول. والمنتخب اللي بردو يعني مدى التأثر اللي ممكن يتعرض ليه كابتن حسين بدري والكابتن شوق غريب بسبب الفترة الحالية الصعبة جدا. شايف تحديدنا كابتن حسين بدري حظه وحي شوية مع المنتخب يعني من أول مجلس ظروف مش مساعداء شوية يعني. فرأيك إيه؟ لا طبعا أصلي ما أنت أنت تتكلم في نشاط موقوف في غياب دوري كامل. وغياب المحترفين وانتهاء كل شيء تماما. فده هيأثر على الأداء الفنية والأداء البدنية للعيبة بشكل كبير جدا يعني. فما تقدرش تتكلم يا أمير عن الموضوع ده غير لما الدور يرجع يعني. إحنا محتاجين الدور بس يرجع إن شاء الله الأول. وبعد كده نتكلم عن المنتخبات. إحنا ما عندناش نشارة ما عندناش كورة ما عندناش أي حاجة. فالدنيا وقفة الدنيا متعطلة. أنا قصدي يا أستاذ قصدي. قصدي إن كابتان حساب بدري مثلا لو كان حاطت خطته على بعض اللعابين. وأن دول لعابينهم يزينه لازم يكون معي في المنتخب. أكيد الخطة دي هتتغير. لأن اللعابين هيتأثروا فقط التوقف. كل الخطة هتدمرت دلوقتي يعني. يعني كابتان حساب بدري ممكن دلوقتي يعني. خلاص الصورة قدامه مبهامة الصورة مش واضحة. مفيش أي صورة بالنسبة له دلوقتي. لسيما أسلا وقام إن حتى الماتشات اتأجرت لشهور قادمة. يعني إذا متكلم في سبتمبر. أعيد حساباته من أول. خلاص بقى حسابات من أول وما جديد. إحنا دسا بقى يعني. يعني نقطة من أول الصد. ده إحنا مش فاصل مواسم حتى. ده ما تتعرض له الكرة دلوقتي على مستوى في مصر أو على مستوى العالم. لم تتعرض له على مستوى يعني. يعني على مدار التاريخ تقريبا يعني. يعني ما حصلتش يعني. ما مشوفناش ده. يمكن على مدار مئة سنة الأخيرة. ما شوفناش هذا الكلام يعني. فأنا تمنى أن النشاط يرجع والأمور ترجع. وساعتها هيبدأ كابتا حسابي أيضا نظر من جديد. لأن فيه لعيبة عنده كانت موجودة. ما تعرفش هتقدر رجع لمستوى ولا مش هترجع. وخبلت. فيه لعيبة كمان مصابة. دي الميدة إن كان فيه لعبة هترجع وتلعب. ممكن تبقى ترجع بشكل قوي شكل جيد وشكل موين. يعني محتاجين بعض الانتظار. يعني حسابات كل التالكات. طيب قبل مشكورك يا أستاذ أوسي. خلينا استعرض مع حضراتكو. الفيديوهات الخاصة بجمهير النادي الأهلي. وفقرة هاشتاج اسأل كلام في الميديا. هاشتاج على تويتر. والفيديوهات والأسئلة والاستفسارات والرسائل. اللي بعتها لنا جمهور النادي الأهلي. نبتدي بأول فيديو. في حين الخروج عشور من حسابات فيلر. وفي ظل تعلقوا السلية. وديانج وحمد فتح قبل الإصابة. وكمان برجوع محمد محمود ونيد فيد من الإصابة بإذن الله. واختيار زي أكرم توفيق معار والعروب بدري في النشيين. شايفين أن نسمع العبنا عايز صفقات تاني ولا لا؟ طب بزمتك بتعايز حاجة كده تاني؟ يعني أنت قلت تقريبا أفضل لعبة في المركز ده موجودين في النادي الأهلي. عندك ديانج. عندك السلية. عندك مين تاني. عندك محمد محمود لما يرجع. عندك حمد فتح لما يرجع. عندك ريب ندفت كمان لما يرجع. عندك عدد وافر من اللاعبين في المركز ده. فأكيد يعني الله أعلم برضو دي رؤية فانية خاصة من المدير الفاني هو أضرب كل شيء. لكن الأقرب النادي الأهلي أكيد مش هيضم يعني في المركز ده. تتطفق معي في الجزئة دي؟ مركز وسط الملعب. نعم والله. يعني أنا مشغول دلوقتي بخبر دلوقتي إن اتحاد الكرة يدرس لسه طازة يدرس مد قرار لعبي شمال أفريقي. مد قرار لعبي شمال أفريقي. طوح هيقل العدد الأجانب ولا لأ؟ يعني بيقول لك إن في اتجاه إن هو يبقى لاعب واحد يمدله كلاعب مصري يعني. تمام. فأنا بقول لك الموضوع كله تحت الدراسة. بالإضافة كام لعب أجنبي محددين في الخبر؟ لا لسه برد. لسه كله تحت الطرحة تحت المناخشة فالموضوع كله محلي نقاش يعني في الموضوع. أنت كنت تسألني. على بقى خط وسط النادي الأهلي. كان معنا صديقنا العزيز بيسأل تساؤل على هل أهلي ممكن يتعاقد مع لها في المركز ده في زل تواجد السولية وديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم ندفيد كلام من ده؟ يعني أنت تتكلم في ناس أسماء تيلة جدا يعني دولة يعني الموضوع مش محتاج والأهل عنده ما يكفي يعني. لكن لو في زيادة زيت الخير خيرين يعني. خير وبرك. تمام. نخش على الفيديو اللي بعده يلا بي. أبرز المرشحين لتعويض رحيل أحمد فتحي وهذا يتم تصعيد ناشئين بإذن الله للفريق الأول زي العربي بادرك كده ويشارك فيه مع الفريق. مدلع. العربي لتعويض رحيل أحمد فتحي تحديدا يعني مش محدد. ممكن الأهلي ما يلجأش في النهاية أنه هو يستعين بحد في المركز ده ويتعاقد بحد في المركز ده. خصوصا هو عنده محمد هاني وعنده بسم علي معار. عندك محمد هاني موجود عندك بسم علي معار موجود. عندك حسين الشاحات ممكنين يعرف. بالضبط عندك رام الربيعة كمان. أنا نفسي أخذ الفرصة دي. والله نفسي أخذ. يا ريت. وعندك رام الربيعة كمان. وكريم ندفد. وكريم ندفد يعني. فما فيش مش كده. مش مش كده. الأهلي لن يتأثر على إطلاق بغيابها طبعا. طيب. موضوع الناشئين هو برضو كان يتسهل الأهلي بيستعين ببعض الناشئين. إنهم ده أمر طبيعي وموجود. وعندك أنا كلمة في الجزائي دي كتير. وبالكده عندك عدد كبير من الأسماء في الفرية الأول من قطاع الناشئين النادي الأهلي. وآخر مثل مثلا. عربي بدر زي ما حضرتك قلت دلوقتي. طيب. نروح لآخر فيديو معنا يلا. مع أول تقنية للفر في الدور المصري استفاد الأهلي بضرب الجزاء صحيحة. مية في المية في آخر ثواني من ماتش سموحة. هل مع استمرار تقنية الفر ستتأثر الفرق الكبرى بهذا التقنية؟ السؤال الثاني. الأهلي عمل نظام تدريب للعيبة من البيوت. في حال عودة استمرار النشاط. هيكون الأهلي الأكثر فرق استعدادا بعد هذا النظام التدريبي اللي عمله للعيبة من البيوت. طيب. الرجل بيتكلم على استمرار تقنية الفيديو. هل عندها الكبيرة هتتأثر باستمرار التقنية دي؟ لا طبعا. هشوفنا الأهلي مثلا في المباراة الوحيدة لتلعب تقنية الفيديو. بالنسبة للنادي الأهلي في الدوري قبل التوقف كانت مباراة سموحة. والأهلي في آخر ديها جالوا ضرب الجزاء كانت صحيحة مية في المية. كان الحاكم أصلا حسبها ضربة حرة جير مباشرة من خرج المنطقة. يرجع للفر فهلع الأهلي بيه ضرب الجزاء. حيث يستفاد. أخر جزئية كمان هو الكلمة على مدى جهزية لعب النادي الأهلي في حيث عدد النشاط. اللعبين يعني بقدر أو بنسبة ما جهزين. بسبب البرنامج التدريبي والغذائي الموضوع للعبين من قبل الجهاز الفني ما تقلقش خالص. دي كانت بعض الفيديوهات و تواصل جمهور النادي الأهلي معنا من خاشتاج اسأل كلام في الميديا. دي كمان كانت حلقتنا. عايزه أشكر في النهاية الأستاذ محمد القوسيَ الناقض الرياضي الكبير، دفنا العزيز من الهندة. اشكرك أستاذ أستاذ انت شبهت. مملتنا. كان دفنا طبعا الأستاذ محمد القوسيو الناقض الرياضي الكبير، و دي كمان كانت حلقة الخميس من كلام في الميديا. عندنا حلقة دي ده يوم الاثنين بإذن الله. وأطوار جديدة متنوعة استنمنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة